اهلا بكم طفل اللبس نظارة ده شيء برضو في العيلة يعني هما الفيديو ما فيوش رمز لأي مشكلة بالنسبة للنظارة لكن الطفل اكيد اللبس نظارة بيخبر هو طبعا النظارة بالنسبة للاطفال شيء كويس وكل حاجة لكن بيخبر فقا مع السن مش عايز يدخل مرحلة الشباب هو لبس نظارة يوصل عنده عشرين تين وعشرين تلاتة وعشرين خمسة وعشرين سنة وبيلبس نظارة مش يقدر يعمل اكتفتي مش يقدر يعمل نشاطات مش يقدر يتحرك كتير فهيبدأ يفكر في تصريح ابصار تصريح ابصار قضية مهمة جدا 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 ولذلك رجعنا لكلمة مهمة جدا اسمها تصريح ابصار عند الناس اللي عندها مشاكل في انكسار الرؤية انكسار الضوء او مشاكل بصرية معينة عشان نقول هتتعامل ازاي النهاردة حوار مهم جدا عن واحدة من اساليب تصريح ابصار دي والنهاردة حلقة مهمة لانه احنا بنقول انه في حاجات معينة اتعاملت وبدأت في تصريح ابصار بدأت تكون دلوقتي في مرتبة مهمة جدا نهاردة حوار اكيد مع ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في عالم تصريح ابصار في عالم العيون واكيد ساهم بقدر كبير جدا في الثقافة في هذا المجال الصعب جدا ضيف العزيز المبدع في حواره دائما تكوين الويش نفسه والعينين رسمة العين نفسيها تديك اي حق انه عنده حوار لكنهم عندهش حوار هل الليزر السطحي اوبشن ولا في حالات ينسبها الليزر السطحي وحالات لان ينسبها الليزك في حالات ينسبها الليزر السطحي والليزك وفي حالات ينسبها الليزر السطحي ما ينسبهاش الليزك الناس لسه بعدها ثقافة التفرقة بين الليزك وبين الليزر السطحي أنا عملت الليزك النهاردة جالي ما يبيض بعد 20 سنة مش عشان أنا عملت الليزك عشان أنا مكتوب لي هيجي لي ما يبيض فيه نوع تاني من ضعف النظر بقى اللي هو نتيجة الليزك نفسه هنا لازم نتدخل الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون جامعة عين شمس زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية عضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة العيون عضو الجمعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء عضو الجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الانكسار 25 بحثا منشورا دوليا أكثر من 100 بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية ضيف العزيز أستاذ دكتور أحمد عساف أستاذ جراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس وزميل كلية الجراحين الملكية البريطانية وعضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحات العيون والجراحات المياه البيضاء وعضو الجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الإبصار 25 بحث منشور دولي ما شاء الله وأكثر من 100 بحث تم عرضه في المؤتمرات السنوية للجمعية الأوروبية أهلا بك دكتور رحمة بي هم 25 بحث ما شاء الله منشورين دولي دي أهم حاجة دي أهم حاجة أنه مش مجرد مجلات عادية دي بنصعب جدا النشر فيها أنا هبدأ بسؤال قبل أن نروح لتسلح الإبصار المعنى بتاع انه شاب تتخيل منه طفل أساسا بلبس نظارة فترة الطفولة مفيش فرصة لتوصيح الأبصار بالليزي بننتظر لغاية سنة 18 سنة عند 20 سنة المسألة مستمرة طول عمره بلبس نظارة ملعبش رياضات كتيرة معملش حياة فيه حاجات كتيرة فاتاته كبر 30 سنة 40 سنة وبرضه النظارة هي المسوطرة حياته أول عدسات لصقة في بعض المناسبات أكيد فكرة الإدراك المعرفي اللي هو سيمن أو في الدليمين لما ذكرت أنا بس عايز أراجع مين اللي أعمالها أكيد بتتأثر أكيد حياته الاجتماعية بتتأثر أكيد اتصاله بالناس بيتأثر وأكيد صحته النفسية كمان هتتأثر مش مجرد حياته الاجتماعية بس صحة نفسية أنه دايما لما بيحس أنه هو يعني احنا بنقول النظارة في بعض الأوقات نقول هي إعاقة يعني هو ما قدرش يتحرك أو ما قدرش يمشي أو ما قدرش مارس حياته إلى ما يلبس النظارة زي ما يكون واحد ماشي بوعكاس يعني أنت ما ينفعش تمشي من غير وعكاس فأنت دلوقتي يعني برضو من زاوي الاحتياجات الخاصة أنت محتاج إليه أعكاس تمشي بيه فبالتالي نفس الكلام ممكن نبص لموضوع النظارة بهذا الشكل لكن هي طبعا إحنا بنقول دايما في الأطفال الصغيرين هي دي مرحلة نمو والعين بتنمو وطالما العين بتنمو فمقاسات الإبصار أو مقاسات النظارة تختلف كل شوية فبالتالي ما ينفعش إن احنا نعمل عملية إصلاح إبصار للأطفال الصغيرين فأنا ألتزم بالنظارة الطبية لغاية لما النظر يستقر وده جرع العادة فيه البنات بيستقر بدري شوية عن سنة 18 سنة في الولايات بيتأخر شوية صغيرين عن سنة 20 أو 21 سنة وبالمناسبة الأرقام دي مش أرقام سابتة يعني ممكن في بعض البنات ممكن النظر يستقر بعد 18 وفي بعض الوقت يستقر قبل سنة 20 يعني أهم حاجة نحنا نتأكد إن مقاس النظارة ما بقاش يتغير في زيارتين متثاليتين يكون فرق بينهم حوالي سنة تقريبا علشان نضمن النظر يستقر وهنا بناء بين العمليات إصلاح البصار لكن في الفترة ما قبل هذا طبعا نظر الحل الوحيد قدامنا لكن ما لها وما عليها يعني ليها عيوب وليها مميزات هي طبعا مميزات تنية أسأل حل أن نخلي الطفل أو الشاب الصغير أن هو يشوف كويس لكن ليها طبعا إيمباكت أو ليها أثر من ناحية الإدراك المعرفي من ناحية الأثر الاجتماعي من ناحية كمان الحالة النفسية بتاعة الشخص نفس أمدروس تيبتر هو الخطر الإصابة بالخرف يعني بتأخر الوظيفة المخية مرتبط بضعف الإبصار هي دي جديدة بصراحة أنا ما سمعتهاش قبل كده بس فعلا واضح أنه هو ممكن يكون فيه علاقة ما بين طبعا حاجة على مدى البعيد يعني ما بين الخرف اللي هو على مدى البعيد مع الشيخوخة في السنة هو يتأخر الإدراك المعرفي في الطفولة أو في فترة الشباب المبكرة الليزر السطحي الليزر السطحي هو عمتا هو أول عمليات الليزر ظهرت لإصلاح الإبصار كان هو الليزر السطحي وبعدين بعد كده هو تطور الموضوع إلى كلمة ليزك والفارمة بين الاثنين أن الليزر السطحي أن الليزر بينزل على السطح القرانية الليزك بنعمل قطع في القرانية طب ليه الليزر السطحي اختفى شوية وظهر مكانه الليزك وبعدين دلوقتي بقينا نرجع للليزر السطحي تاني بس بأجيال متطورة شوية غريب الفكرة ببساطة شديدة فكرة الليزر أن الليزر بيشتغل على القرانية إيه هي القرانية؟ هو السطحي الخارجي من العين السطحي الشفاف من العين هو القرانية القرانية دي لو إحنا شفناها تشريحيا بتتكون من طبقات كتيرة جدا الطبقات السطحية اللي هي لو إحنا شفناها باللون الأزرق هنا هو دي الطبقة اللي فيها شبكة الأعصاب اللي بتحس بالألم ودي دي مهمة جدا بحيث إنه هو لو أنت ماشي في الشارع وفيه رملة أو فيه حصواية أو فيه رمش دخل فيه العين هتحس بألم وألم حاد وشديد عشان تعرف إنه فيه مشكلة علشان تحاول تعالج الموضوع ده قبل ما يعمل خدش فيه سطح القرانية عشان القرانية دي لو حصل فيها خدش دي بيبقى دافع للبكتيري إنه يعمل مشاكل فيه السطح القرانية ويأثر طبعا على النظر ويسيب سحابات وكلام كده فالطبقة الخارجية دي هي دي اللي فيها الأعصاب الزمان كان بيعمل كل الفكرة ببساطة شدير إنه بيشكل القرانية بدل ما القرانية تبقى كده هوت يفلطحها شوية صغيرين عشان يعالج أسر النظر ولو القرانية كده وعايز يعالج طول النظر يخليها مقوسة أكتر ففكرة الليزر من هو بيسنفر القرنية يقيم ما يخليها مقوسة أكتر يقيم ما يكون مقوسة أقل عشان يعالج يا إما هنا هو عايز يعالج طول نظر يخليها مقوسة أكتر عايز يعالج أسر نظر يخليها مقوسة أقل طيب الليزر لما كان بينزل على سطح القرنية بينزل على طبقة الحساسة اللي بتحس بالألم فبالتالي المريض بعد العملية كان بيحس بالألم شديد حرقان وشكشكة في العين فاضيع ودموع كتيرة جدا تستمر لغاية 4 أو 5 تيام عشان إحنا اشتغلنا على المنطقة الحساسة بتاعة القرانية لغاية لما يحصل التقام ويبتدي بعد كده النظر يستعيد قدرته المريض يستعيد قدرته على الإبصار في خلال أسبوع أو أسبوعين بعد العملية فترة النقاها الطويلة دي ما كانتش مناسبة أن هي تتعامل عمليات الليزر أو تاخد شعبية على جموع الناس إنه هو هتحتاج تاخد أجازة من شوالك حوالي أسبوعين هتستحمل شوية ألم وحرقان وشكشكة شداد 4 أو 5 تيام بعد لما الليزر يشتغل على سطح القرانية فعشان كده سميناه الليزر السطحي ظهر الليزك الليزك إيه؟ خلاص إحنا هنشيل الطبقة اللي هي الحساسة دي هنعمل قطع في القرانية ونشيل الطبقة الحساسة اللي هي فيها الألم اللي هي بتحس بالواجع هنبعدها عن مصار الليزر هنعملها كدهوت ونخلي الليزر ينزل يشكلنا القرانية على مستوى طبقات القرانية الداخلية ونرجع الطبقة الحساسة دي تاني كأنها ما تلمستش فبالتالي المريض ما بيحسش بألم بعد العملية فترة النقاها بتكون سريعة جدا في خلال يوم أو يمين يقدر المريض يستعيد نشاطه الطبيعي تاني ويرجع شغله يمكن لو حس بحاجة ألم يمكن يحس بشكة خفيفة كأنه حسواية أو رمش في العين لقط ما يحصل الالتقام في خلال أسبوع أو أسبوعين بيبقى ما فيش أي ألم خارس فده الفرما بين كلمة ليزك وليزر سطحي ليزر سطحي بيشتغل على سطح القرانية الحساس اللي بيحس بالألم اللي فيه طبقة أو شبكة الأعصاب الليزك أنا بابعد هذه الطبقة عن سطح عن مصاري الليزر علشان المريض يستعيد قدرته على النظر بسرعة وفترة النقاها تكون سريعة وما يحسش بألم قبل العملية وقت العملية آسف أو بعد العملية فطبعا أنا ليزك خدش عبية أكتر خدش عبية أكتر طبعا عشان فترة النقاها أسهل وأقصر لكن القطع اللي في القرانية ده ممكن يضعف نسيج القرانية وده ما يبقاش مناسب لناس كتير كان زمان أولى ما الليزر أولى ما الليزك ظهر كله بيعمل ليزك اكتشفنا بعد كده أن مش كل قرانية ومش كل عين ينفع لها الليزك فيرجعنا تاني للموضة القديمة بتاعت الليزر السطحي أن احنا نعمل نصلح على سطح القرانية ونشتغل على طبقة الأعصاب اللي هي بتحس بالألم في سبيل أننا أتفادى أننا أضع في القرانية وأعمل فيها قطع فإحنا رجعنا للموضة دي تاني الأديمة دي تاني بقى عندنا ليزك وليزر سطحي كان زمان من حوالي مثلا عشر سنين كان معظم الناس بتعمل ليزك بس وليزر سطحي ده ما كانش ليش عبية علشان فترة النقاها الطويلة دلوقتي اللي نقول بقى أنه ما عليش نستحمل شوية صغيرين وبعد العملية في سبيل أننا أضمن أنه بالقرانية بتاعتي ما تبقاش ضعيفة بعد العملية هنا ليزر السطح هنا بيشتغل على سطح القرانية مو بأشارة كده ما عملناش قطع في القرانية خالص وده بيناسب بالذات في الحالات اللي هي القرانية فيها رفياة هنا بنركب ساعة عدسة لسقة بحيث أن المريض يقلل بس شوية إحساس الألم بعد العملية العدسة لسقة دي تبقى الهدف منها بس للحماية مش عشان المريض يشوف بيها كويس هو يشوف كويس بعد العملية بس لما يخلص فضرة النقاها بتاعته ده بتستمر حوالي أسبوع أو أسبوعين بعد العملية ده فكرة الليزر السطح الليزك أنا هعمل قطع في القرانية أعتقد الانيميشن هايبان كمان شوية نبين إحنا بنعمل قطع في القرانية والقطع هنا ممكن نعمله يأما بقى بمشرة ده كده اسمه ليزك يأما نعمله بليزر مخصوص اسمه فامتو فبنسميها فامتو ليزك فهنا هو الوضع هنا ده الانيميشن هايبان بيبين الفامتو ليزك ده الخطوة الأولى أنه بعمل قطع يعني أنا بشيل دلوقتي الطبقة الحساسة بتاعة القرانية اللي فيها الألم هبعدها عن مصار الليزر هنعمل القطع دلوقتي وهترفع ههو كده ترفعت عن مصار الليزر هننزل بعد كده شوع الليزر اللي هو هيشكل سطح القرانية بدلوقتي علشان يعالج أسر النظر يعالج طول النظر أو يعالج الأستيجماتيز ونرجع الطبقة السطحية دي تاني اللي فيها الإحساس أو فيها الأعصاب مثل ما ستش وبالتالي المريض مش هيحسب ألم بعد العملية ده الفرق ما بين الليزك والليزر السطحي وقلنا الليزك ممكن يكون ليزك يعني أنا استخدمت فيه ماشرة أو فامتو ليزك يعني ما استخدمتش ماشرة وعملت القطع ده بالفامتو ليزر انت لما قلنا دول لازم برضو نذكر معهم بقية المجموعة الفامتو سمايل الفامتو سمايل برضو هو ده جيل جديد من الليزر هو بيعتمد على الفامتو ليزر برضو بيعمل قطع بس يعشان الناس كتير فاكرة ان الفامتو سمايل ما بيعملش قطع لا هو بيعمل قطع في القرانية بس في طبقات القرانية الداخلية ما بيعملش يعني بيعدي بيخترق الطبقة الحساسة ما بيلمسهاش خالص ويعمل القطع من تحت الطبقة الحساسة من القرانية وبيشيل من القرانية ما يشكل أو ما يشبه شكل العدسة يعني بشيل من القرارية مايش بالشكل العدسة عشان أعالج أسر نظر أو أستيجماتيزم الفامتو سمايل حتى هذه اللحظة مش معتمد دولين إنه هو يعالج طول النظر فهو بس من ضمن عيوب الفامتو سمايل إنه هو بيعالج أسر النظر وبيعالج الأستيجماتيزم يمكن بدقة إلى حد مقبولة لكن مش بدقة الفامتو لازك السؤال من يصلح له الليزر السطحي ومن لا يصلح له الليزر السطحي هو الليزر السطحي بيصلح دايما فيه الناس اللي عندهم دايما أسر نظر بدرجات متوسطة أو قليلة يعني من نتكلم من سالب نص لسالب أربعة خمسة ستة ممكن نوصل الغد سالب سالب ساعة وتمانية لكن هو ده الرينج أو المجال المناسب لعمل الليزر السطحي ودايما بنفضل الليزر السطحي أو نتحيز إحنا كده كترة للليزر السطحي لما نلاقي القرانية بتاعة الشخص تكون رفيع وخايفين لو عمدنا القطع في القرانية تبقى أضعف من الأول دي عملية الليزر السطحي هنا وقت اللي عملية مباشرة بنقول المريض بصه قدامك على النور قدامك النور ده ممكن يكون لونه أحمر أو لونه أخضر على حسب نوع الجهاز وقادي الليزر هنا بيشتغل على سطح القرانية بيشكل أو بيصنفر القرانية الشكل اللي أنا عايزه عشان أصلح أسر النظر أو الأستجماتيزم أو طول النظر العملية بسيطة جدا بتاخد لها الثواني معدودة المريض ما بيحسش بحاجة خالص من ميزتها إن هي نو تاتش يعني ما فيش حاجة بتلمس الليين خالص إن هي كلها من أولة لأخيرها ليزر هو شعاع فعلا ليزر بيصلح القرانية ويحط عدسة لسقى والمريض بيروح البيت بس بنديره بقى أطارات مسكنة أطارات طبعا مضادات حيوية مضادات للالتهاب أطارات مسكنة مهمة جدا عشان بتقلل شوية الوجع اللي ممكن يحس بيه بعد العملية وبالنبه المريض إن هو هيحس بألام بعد العملية شكشكة وحرقان لفترة أربع خمس تيام ممكن يحس بشبورة فانية لمدة أسبوعين بعد العملية لغاية لما النظر يستعيد قدرته على الإبصار تاني إيه اللي يمنع لنا نعمل عملية دي؟ اللي يمنع لدرجات الأسر النظر الشديدة إن هو لقينا لما منعمل ليزر سطحي فيه سالب أكتر من سالب 8 9 10 11 ممكن يسيه بسحابات على القرانية فبالتالي السحابات دي بدي بقى صعب جدا علاجها وبتأثر على النظر على المدى البعيد فبالتالي ما بنفضلش نعمل اللي يزر السطحي فيه المقاسات العالية اللي يزر السطحي معمول للأسر النظر للمقاسات القليلة أو المتوسطة لما نلاقي المقاسات العالية بنتحيز أكتر للليزك طالما إن فحوصات القرانية بتسمح بعمل الليزك نهاية القرانية تكون سمكها مناسب شكل القرانية التضريص القرانية نفسها أو تخطيط القرانية يكون مناسب ويبقى الدكتور نفسه يبقى مطمن إن هو القرانية دي هتتحمل إن إحنا نعمل فيها القطع من غير ما يحصل فيها ضعف مستقبلي في القرانية ويؤدي إلى تدهور في النظر بعد كده اللي بيعانوا من جفاف العين ده القضية مهمة ده مهم جدا إنه هو يعني طبقة الأعصاب دي مهمة جدا علشان هي دي اللي بتدي إشارات للمخ عشان يبعد بالدوء طبقة الأعصاب الموجودة في سطح القرانية القرانية فيها طبقة أعصاب بالزبط اللي هي اللي بتحس دي من ضمنها كمان مهم جدا تدي إشارات للغدة الدمعية علشان تفرز الدموع طبقة الأعصاب دي لو أنا قطعتها وقت أنا بعمل لزك مش هتدي الإشارات بصورة متكررة زي الأول للغدة الدمعية علشان تفرز الدموع فإفراز الغدة الدمعية للدموع هيقل بعد الليزك وده بيعمل جفاف بعد الليزك هنا دي طبقة هنا هو ده تشريح القرانية لو إحنا بصينا دي طبقة السطحية من القرانية هتلاقي إن طبقة الأعصاب دايما موجودة في طبقات السطحية بتاعة القرانية كل ما ننزل تحت في طبقات القرانية ما يبقاش فيها أعصاب يبقى هنا الإحساس بيكون قليل وبالتالي كمان طالما الأعصاب قليلة يبقى إفراز الدموع هنا مش مرتبط لو أنا اشتغلت على صفحة القرانية الداخلي مش هيبقى فيه جفاف في العين زي ما أنا بشتغل على صفحة القرانية الخارجية ومن هنا الفيمتو سمايل ما بيعملش جفاف زي الليزك من الفيمتو سمايل أنا بشتغل تحت بشتغل تحت هذه الطبقة السطحية من القرانية وبالتالي ما بأصرش على الأعصاب ما بأصرش على الديرة المغلقة ما بين الأعصاب وما بين الغدة الدمعية عشان تفرز دموع وبالتالي الجفاف مش هيكرر كتير بعد الفيمتو سمايل زي ما بيحصل مع الفيمتو ليزك أنا بأكد إنه مش بيحصل كتير يعني معانها إنه ممكن يحصل جفاف بعد الفيمتو سمايل لكن مش بصورة مطلقة إنه ما بيش جفاف لا ممكن يحصل جفاف بعد الفيمتو سمايل بس مش بنفس الدرجة زي ما بيحصل مع الفيمتو ليزك فيه سؤال محاكا هنسمعه دلوقتي ودايما السؤال بالنسبة للجمهور كتير بيبقى مقارنات فأكيد السؤال هيكون مقارنات تعالوا نسمع معنا دكتور هو إيه الفرق ما بين عمليات الليزك والفيمتو ليزك علشان أنا سمعت إنه الفيمتو ليزك بتقعد أكتر أو تأثيرها بيكون أطول لكن الليزك بحتاج إن أنا أعملها تاني بعد خمس سنين فهل ده صحيح ولا لأ ده سؤالين في سؤال واحد آه هما سؤالين في سؤال الفرق ما بين الليزك والفيمتو ليزك إحنا بنعيده تاني إنه هو إنه فيه كلمة ليزك بعمل قطع في القرنية لازم بقى يا سادة المشاهدين فهم إنه ليزك يعني هعمل قطع في القرنية هعمل بقى القطع إزاي؟ هعمله بمشرة ده اسمه ليزك هعمله بمشرة عبارة عن ليزر اسمه فيمتو ليزر فإسمها فيمتو ليزك طيب مين الأحسن؟ أكيد الفيمتو ليزك ليه؟ لإن أنا بتحكم بالسمك الطبقة اللي أنا عايز أبعدها عن مصاري الليزر كلما الطبقة دي تكون رفيعة كلنا ما يكون في مصلحة المريض كلنا ما بيديني ثبات للنظر أكتر كلما بيديني أمان أكتر كلما بيديني دقة أكتر فبالتالي الفيمتو ليزك أكيد هيبقى أحسن من الليزك طيب هي بتسأل سؤال أنا سمعت إن الليزك بالنظر بيدعف والفيمتو ليزك بالنظر ما بيدعفش هو ده مش صح إلا لو أنا فعلا في الليزك خدت طبقة أكتر من اللي أنا عايزها المشرة وأنا بقى عمل الليزك المشرة ممكن يخم الجراح ما يبقاش دقيق قوي فممكن أنا عايز أخد طبقة عبارة عن سمكها 120 مساء من الألف من المالي شوف حضرتك الأرقام قد إيه 150 مايكرو ينزل لـ 150 مايكرو فرق 30 مايكرو 30 من الألف لا ده يفرق معنا إحنا في دا كاترت العيون يفرق معنا كتير قوي لو خد طبقة سميكة من القرانية هيضع في القرانية أكتر وده ممكن يترجم في صورة ضعف في النظر على مدى البعيد أكتر لو إحنا أكتر من لو إحنا عملنا الفيمتو ليزك فالفيمتو ليزك بيديني سبات في النظر أكتر عشان أنا بأخذ الطبقة دي تبقى أرفع وبتحكم فيها بالدقة أعلى بالفيمتو ليزر لكن الليزك العادي بستخدم مشرط وبالتالي ممكن المشرط ياخد سمك أكتر من الليزم وده يترجم في صورة تدهور في النظر على المدى البعيد العدسات اللسقة سؤال أكيد مهم جدا جدا والعدسات اللسقة جزء مهم جدا من معادلة تصيح الإبصار بمشاكلها ما هي جزء بمشاكلها وهي بمشاكلها جزء لا يستهم به وهي اللي هتخليني أنظر للسؤال اللي جاي لنا من جمهورنا في الشارع نظرة اهتمام شديد للغاية تعالوا نسمع الشارع بيقولي هو ليه دائما لما يجي نحط العدسة في عينها بنلاقي فيه وجه على طول أنا عايزة أعرف إيه بس الدرر بتاعها وإيه الفايدة بتاعتها ده سؤال جميل هنبتدي بالإجابة السهلة هو قال إيه الدرر بتاعها وإيه الفايدة بتاعتها الفايدة بتاعتها يشوف أوضح يشوف كويسه خلاص هي أيها بالزبط يعني زي النظارة وسعب بتديه رؤية أوضح من النظارة إن النظارة بتصغر حجم الحاجة فلو مقساته عالية مثلا لو سالب عشرة فهو بيشوف الحاجة أزغر من حجمها الحقيقي حوالي 30% لكن العدسة الأسقى بيشوفها تقريبا بحجمها الحقيقي وده بينعكس بصورة دقة في الإبصار أحسن فده إيه مميزات العدسات الأسقى أضرارها طبعا أضرارها كتير جدا أولا إنت بتحط جسم غريب على سطح القرانية وإحنا رسا إلينا حالا سطح القرانية ده مليان طبق أعصاب وشبكة أعصاب حساسة جدا عشان دي لها الحماية دي ربنا خلينا بها لحماية سطح العين من أي مؤثرات خارجية لو جسم غريب زي رملة أو حصوة أو أي حاجة أو شوية وفار هتحس بيهم على طول حس بشكة في العين وتجري تدور على أقرب دكتور عيونه عشان شوف لك المشكلة فين فإنت ما بتحط عليها عدسة الأسقى ده جسم غريب العدسة الأسقى دي المفروض نظريا تكون عيمة في الدموع يعني هي مش لمسة سطح القرانية لكن بعض الناس بيبقى عندهم طبقة الدموع قليلة فبتبقى لمسة سطح القرانية فيحس دايما باستمرار إن فيه جسم غريب أو يحس إن فيه حصوية في العين مش كده وبس الأسوأ من كده إن الاحتكاك ما بين العدسة وسطح القرانية بيموت بعض الخلايا على سطح القرانية وده مدخل للبكتيريا مدخل للبكتيريا وهنا بقى مربط الفرس لو حصل البكتيريا دخلت هتعمل قرحة قرحة بكتيرية ممكن نعرف نعالجها ممكن ما نعرفش نعالجها تسيب سحابة عقرانية ما تسيبش سحابة عقرانية دي بقى يعني كل واحد وحصل هاروح بقى لكل واحد وعزه عن ساتة اللصقة قبلها موقوتها يا جماعة مش ده تعبير الصحة بالضبط قبلها موقوتها مخيفة هاروح له النقطة تانية أخيرة بقى مهمة بعد الBRK عملنا الBRK ايه التعليمات العين هاي دايما في الفيام توتقولوا ما يفرقش كان ايه ما ينامش على مخدات لو عندها طفل الحاجات الكلاسيكية دي ده موجود برضو في الBRK اكتر حاجة او اهم حاجة بعد الBRK او الليزر السطحي ان هو ما يتعرضش لاشعة الشمس مباشرة عشان اشعة فوق بنفسجية دي بتساعد ان بتلخبط الالتقام بتاع السطح القرانية وممكن تعمل سحابات على القرانية فبالنبه المريض على قل اسبوعين لو هيخرج الشارع ما بنقولش ما تخرجش لا اخرج ما عنديش مشكلة خالص بس البس نظارة شمس الحاجة التانية بننبهه ان هو دايما ان الاحساس القلم هيبقى مرتبط بالتعرض للاضاءة حتى لو اضاءة داخل الحجرة يعني مش شرط الشمس اضاءة داخل الحجرة هيحس ان فيه شكشكة وحرقان بتزيد معاه فبنقوله ممكن تلبس نظارة شمس حتى وانت قاعد تتفرج على التلفزيون وبنأكد تاني ان مرحلة وقتية هيحسب فيها بقلم شكشكة وحرقان في لين هتنتهي سريعا في خلال 3 او 4 ايام بنشيل بعد كده العدسة اللاصقة اللي هي المعمولة للحماية بعد العملية والمريض بيستعيد نشاطه في خلال اسبوعين حتى لو شاف شبورة فبنتمنه مفيش مشكلة الميزة هي نقعد فيه الليزر السطحي ان هو ممكن بعد كده لو حصل المريض دعك دي في عينيه او حتى تخبط في عينيه فمش هيحصل مشاكل زي ما كان احنا بنشوفها مع الليزك لان الليزك لما بنعمل قطع في القرانية الطبقة دي اللي احنا عملنا قطع ورجعناها تاني مكانها واللحمة مكانها برضو بتبقى ضعيفة فعرضة لو اتخبط في عينيه بكورة بمضرب بأي حاجة وقت رياضة او ما شابه ممكن الطبقة دي تتحرك من مكانها ويحتاج يخش قط العملية التاني علشان نرجعها تاني لكن فالليزر السطحي انا ما عملتش الخطوة دي ما عملتش قطع القرانية فبالتالي طبقات القرانية كلها متماسكة مع بعضية فلو حصل ان فيه اتخبط في عينيه او حصل اي يعني طبعا لقد اي حاجة يعني لمسة عينيه مش هتحرك طبقات القرانية دي من مكانها وعشان كده احنا بنفضل الليزر السطحي اكتر الناس بيلعبوا رياضات عنيفة يعني واحد بيلعب بوكس ملاكمة بعض الناس بيلعبوا رياضات حتى كرة قدم نفترض ان ممكن يبكورة تخبط في عينيه فبالتالي احنا ما بنحبش نعمل لازك في الناس اللي بيلعبوا رياضات عنيفة بنحب نعملهم الليزر السطح الرياضة عموما يعني هو على فكرة التنس ما يعتبر من رياضات العنيفة الزبط يعني الهو السكواش دي رياضة عنيفة جده الزبط اذا في منتهى العنف يعني فيها اصابات خطيرة جد اي دايما نشاهد فيها اكتيفتيز او نشاط دائم يعني بيحب يلعب رياضات كتير بنفضله ان احنا نعمله حاجة ما تأثرشي على العين او تخلي العين اضعف من العين الطبيعية يعني تبقى العينه زي العين الطبيعية بالزبط اللي هيأثر في العين الطبيعية اكيد هيأثر في عيني لكن ما تبقاش يعني التأثير سلبي اكتر حاجتين بقى ما نمشي هقولهم للناس حاجة منهم مقنعة جدا والحاجة التانية غريبة شوية بس لطيفة الحاجة المقنعة جدا انه ثبت انه مخدر الحشيش يؤدي الى تلف البصر ويدمر شبكية العين يؤثر على العصب البصري الحشيش ويؤدي الى تلف شبكية العين وقالت انه خلايا الشبكية العقدية والاعصاب الموجودة خلف الشبكية العين تتأثر بالحشيش لما يتخذ لفترة طويلة دي دراسة الدراسة التانية غريبة بتقول ايه الدراسة بتقول انه الناس المولودين في الصيف بيوجه بخاطر ضعف الابصار بشكل اكبر ما عرفش ليه لا اعتقد ان هي دي يعني فيها كلام للمجادلة شوية ان هو دي قد تكون ورقة بحسية يعني اتنشرت او يعني عدد محدود من الاوراق البحسية او الابحاسية اللي اتنشرت لكن ما اعتقدش ان هي واخدة يعني اتفاق عالمي او من مجمع الدكاترة العيون على مستوى العالم ان هو اللي يتولد في الصيف يبقى نظره اضعف اللي يتولد في الشيطة والناس كلا هتزبط نفسيها كلها هتولد ايالها في الشيطة وقلاص يعني رايح نفسيها واحنا كده مش هنشتغل موضوع طبعا الحشيش طبعا هو الحشيش اقل ضررا مش معنا كده احنا بنشجع الحشيش لكن اقل ضررا من حاجات تانية من كحول طبعا كحول بالزاد ان هو كحول يعني ايثايل وميثايل الالكوهول ده طبعا سهل جدا ان هو يدغش وده بيعمل مشاكل ضمور في العصب البصري لكن الحشيش ما بيعملش ان هو الا على مدى البعيد زي ما حيك قلت طبعا بيأثر على خلايا العصبية وللأسف اللي بيحصل ضمور في الخلايا العصبية ليه الشبكية او العصب البصري ما بيرجعش تلك لانها جزء من الجهاز العصب المركزي وهذا لا يحدث له اعادة تكوين مرة اخرى بزرط نورتني وشرفتني وابدعتك العادة ووضحت لنا الBRK العائد بقوة من زمان عائد بقوة يعني كنا دايما من خمس ست سنين كده نقول ايه او عادة مرة اخرى الBRK ده من خمس ست سنين لكن هو دلوقتي بقى موجودة على الطاولة من المينيو الاساسي لتصيح الابصار ده وضح جدا انا عايز اوضح بس نقطة صغيرة ان الBRK كان زمان احنا كنا بنقشر خلايا على سطح القرنية بزي مشرة او حاجة صغيرة كده مش بنعمل قطع بطلنا نعمل الخطوة دي بقنا نعملها كلها بالليزر كمان فبالتالي زي ما بيتقال كده بره يعني اسلوب بلا لمس مفيش حاجة بتلمس العين خالص وده بيبقى اريح للمريض نفسيا تماما انه مفيش حاجة بتلمس العين وفي نفس الوقت احنا كمان بده بقى مستريحين ان هو مفيش عرضة للتلوث انه مفيش حاجة لمس العين خالص كلها شوعع واطرق مضاد حيوي عدسة لاصقة للحماية لمدة ايام معدودة وخلاص الحلقة جاءت شو رحلي ليه انا برا براجدها الدار اكيد وليل نفس مايكولي اللي هما في نفس السن زي حالاتي برضو بيقرب ندار برضو انا بقرب من غير ندار انت بترى من غير ندارة برضو من غير ندار الله ده احنا هما هما ينفعش باب النجار يبقى مخلع اه لا 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 المرة دي باب النجار مزبوط كده قضية مهمة في الحلقة القادمة السؤال الاول ليه احنا ممكن نقر يعني بعضينا ايقدر من نقرأ طبعا هيتقرر علينا حلقة اللي بعد كده مش نقدر نقرأ غير بنقدر بس هقول لك الحقيقة بعدش زي الاول اه بس على القل بنسميه functional vision يعني المستوى الرؤية يكفيك انت تقرأ اكيد مش بنفس الدقة الكلام الصغير او بنفس المسافة لكن على القل المسافة العادية اللي احنا بنقرأ عليها والحسن الحظ احنا معظم حياتنا بقت على الكمبيوتر اكتر مسافة بتوب أبعد شوية صغرين فالغير دلوقتي احنا ممكن نقرأ من غير ندارة لغير دلوقتي تلاتينات خليكم مع دكتور كلمة سرطان المرسطاتة كلمة مرعبة لاي رجل وخصوصا عندما يكون هناك تاريخ عائلي في الأسرة بأورام المرسطاتة لان الرجال اللي مذاكرين شوية معلومات طبية عارفين انه سرطان المرسطاتة فيه نسبة او يعني الجينات والوراثة فيه تلعب دور كبير طب اللي يبقى الاكتشاف مبكر يبقى لازم يكتشف مبكرة والاكتشاف المبكر ده علمه مهم جدا في الطب نهارده اكيد هنمر به نهارده فيه واحدة من اهم حلقاتنا على الاطلاق لانها بتتعلق بحالة مرضية قطيرة على الحياة الدانجور باشا لايف ممكن تكون مميدة لكن ممكن تعدي ولا اي حاجة ضيف العزيز الرائد القدير الأستاذ دكتور حسن الشيكر أستاذ جراحات المسالك البولية بكلية طب جماعة الجامس زميل جماعة تورينتو وماكيل بيكنندو عضو جمعيات جراحات المسالك البولية الأمريكية والأوروبية الرائد الكبير في عالم المسالك أهلا بيك أستاذ دكتور أهلا وسهلا الحياة أريد أن أبدأ الأول بي الموضوع المخيف يعني أورام البرستاطة الخبيثة هل هي منتشرة؟ هل هي مبكرة السن ولا متأخرة السن؟ هل لازم نقلق منها أول كده زي ما إحنا أعلانين من أول الحلقة كده أنا نفسي أعلان فعايزين نفهم البرستاطة أورام البرستاطة الخبيثة هي أكثر الأورام انتشارا في رجال أكثر أورام الخبيثة انتشارا في رجال أو قليلا نقول لأن في بعض البلاد زينا ما هيش أكثر أورام الخبيثة هي من أكثر أورام الخبيثة انتشارنا في رجال وبقى في التوجه أن أورام البروستاد الخبيثة في بلاد زينا كانت بالنسبة لنا زمان قليلة ابتدى بفيه توجه أنها بتزيد إحنا مش عارفين ليه هي بتزيد عندنا في بلاد زينا أو في منطقة بتاعتنا بس قد يكون بسبب تغير طبيعة الحياة العالم الغربي من زمان جدا وهو عنده انتشار شديد جدا في أورام البروستاد في مصر كان بالنسبة لنا أورام البروستاد قليلة لكن في آخر عشر سنين قد يكون بسبب تغير ستايل بتاع حياتنا ابتدت تمتشر بطريقة كبيرة هي بتحصل في سن فوق سن الخمسين سنة عادة قليل جدا ما تحصل قبل سننا خمسين سنة في الأربعينات لكن مع تقدم السن كل ما بتقدم السن كل ما نسبتها بتزيد كثير جدا من الأورام ده هي بتعدي في حياة البني آدم وهي موجودة جواه من غير ما يعرف بوجودها والمريد يعيش حياته كلها ويتوفى من شيء آخر وجواه ورامبروستاد وفي كثير جدا من الأحيان بتبقى نوع شديد النشاط ويظهر جدا في خلال سنة سنتين فحدثها طبعا ابتدى يبقى مغلق وبسبب زيادة نسبته وطبعا زي ما احنا قلنا بندور دايما عليه بعد سنة خمسين سنة عايز يعني بطبقى لكلاسيكياتنا احنا في الانتران الميديسين اسأل حضرتك عن الأسباب يعني هل في حاجة الراجل بيعملها هلال مسألة ورسية بحتة كلام يعني طبي شوية يخص البطن أكتر للجراحة هو احنا ما نعرفش حتى هذه اللحظة إيه اللي بيسبب أورام البروستاد ما نعرفش كمان مساببات لي يعني مثلا أورام المسانة احنا عارفين مثلا التلوس التدخين بسبب أورام المسانة لكن البروستادة ما نعرفش كلام ده لكن نعرف انه طبيعة الحياة أو الستايل بتاع الحياة مؤثر جدا يعني مثلا في العالم الغربي زي ما نقولت عندهم نسبة الإصابة بسرطان البروستادة أكتر كدير جدا من الشرق الأوسط ما فيه السيكش والله احنا مش عارفين الصراحة لكن مثلا يعني اليابانين مثلا عندهم تقريبا الورام دوات يكادي يكون من عادة اليابانين اللي هجروا لأمريكا جالهم جيدا فهو أكيد هو مرتبط بطريقة المعيشة فإحنا في مصر لأن احنا ابتدت في آخر عشرين سنة نتشبه جدا بالغرب في طريقة معاشتنا فابتدت يحصل أن الأورام دي يزيد فإحنا حقيقة ما نعرفش إيه المساببات لكن نعرف أنه هو ستايل الحياة بيؤثر جدا فيها حدوث الوراثة ليها دور؟ احنا ما شفناش الوراثة ليها دور غير في الناس الأفرق اللي هجروا أمريكا يعني الأفرق اللي هجروا أمريكا لقينا أن أورام البرصات الخبيثة المنتشرة في عائلات فمعنى كده هو أنه آه أنه أكيد ليه تأثير أنه فيه تغييرات جينية بتحصل أنه فيه تأثيره راسي لكن ما هواش واضح جدا بالنسبة لنا مثلا في مصر أو في بلاد أخرى كتير أو في مثلا الجنس القوقازي فهو يعني ما قدرش أقول 100% لو حد والده حصله يبقى يحصله لكن هو على الأقل اللي هما الأفرق الهجروا أمريكا هو دوتل اللي بيحصل لهم الكلام ده في واحدة من أهم نقاط الحلقة النهاردة لأنه لي تهمنا جدا إزاي نكتشف أورام البرصات بشكل مبكر؟ الصراحة ده سؤال مهم جدا وللأسف الإجابة عليه هتحبط ناس كتير جدا أورام البرصات الخبيثة ملهاش أي أعراض يعني الناس اللي هي بتكلم عن البول بيبضعيف بيقوم النوم كتير بالليل التقطع في البول ده ملهوش علاقة بأورام البرصات الخبيثة ده لي علاقة بالتضخم الحميد البرصات اللي بيحصل في نفس السن وملهوش علاقة بأورام البرصات الخبيثة بقول تاني وبقررها أورام البرصات الخبيثة ملهاش أي أعراض إلا لما تتقدم جدا طب نعرفها ازاي بالفحص الدوري الفحص الدوري عند الدكتور مفروض احنا بعد سنة 50 سنة لازم من ضمن الفحص الدوري ان الدكتور يروح مرة كل المريض يروح مرة كل سنة للدكتور الدكتور بيطلب له حاجة من دلات الاورام اللي هي اسمها PSA PSA ده هي بتقول لنا اذا كان المريض ده محتاج حاجة اكتر من كده ولا لا اكتر من مجرد دلات الاورام دي ولا لا لو PSA طالع مرتفع كنا زمان وحتى هذه اللحظة كثير جدا من زماننا لسي بعملوا حكاة دي PSA مرتفع معناها تروح تاخد عينات من برسطاتها للأسف الكلام ده هوت تغير جدا الجهاز اللي فات ده هوت ده كان جهاز رانين مغناطيسي رانين مغناطيسي الوقت بقنا من استخدامه استخدام كثير جدا وبقوة في تشخيص اورام برسطاتها مبكرة يعني مش اي واحد الPSA بتاعه مرتفع اخد له عينات لا ده انا بروح اما عمله الاول رانين مغناطيسي هو نوع معين جدا من انواع اللي رانين مغناطيسي اللي هو اسمه والأسف انتشاره محدود جدا لانه محتاج خبرات طويلة جدا من زماننا تكاتل الاشاء عدد الناس اللي في مصر اللي بيعرفه يورو كويس وليلين جدا هو في العالم كله مش في مصر بس بعد كده هوت بقينا المريض اللي هو بيتشخص او الامر اي بيقولي اه والله ده فيه هنا هوت فيه بقرة لازم تخاف منها بنبتل ناخد له عينات كان زمانة العينات دي عشوية دلوقتي بالجهاز اللي احنا شايفينه ده جهاز ألترا ساوند او جهاز موجات فوق صوتية بس الجهاز ده هوت فيه حاجة اسمها اندماج الموجات الفوق صوتية مع الرانين المغناطيسي يعني باخد السي دي بتاع الرانين المغناطيسي باخطه على الجهاز ده فلما دكتور الألترا ساوند يشتغل الجهاز بيقول له خد عينة من الحتة دي ورم البرصاتة ده بيبقى جوز يصغير جدا من البرصاتة يعني لو القوضة ديت كلها اعتبرناها البرصاتة ورم البرصاتة ممكن يبقى قد الكباية ده هي فلو انا اخدت عينات عشوائية ممكن ان المريض جدا يكون عنده ورم خبيس وانا معرفش اجيبه بالتقنية الحديثة ده هي خليتني اقدر اخد العينات فبعد ما بشوف الكلام ده هوت الجهاز ده بيدمج السورطين على بعض حطهم فوق بعض فدكتور الالتراساوند بيقدر يقول انا هاخد من الحتة دي بالظبط وبقى نسبة التشخيص بدل ما كانت عشرة اتنشر في المية بقى التسعين في المية يعني دي الصورة هي مدمجة لو بصينا على الصورة اللي تحت لمين دي بتقوله بالظبط ياخد من الحتة دي دي بالظبط هتلاقي كمان معلم له في السورطين اللي هم على الشمال هي دي المنطقة اللي انت خايف منها هي دي المنطقة اللي انت تشوفها المنطقة دي هيت ما كانتش تبان في الالتراساوند لوحده عشان كده كنا بناخد عينات عشوية تلوقت لما بندمج السورطين مع بعض بيقول لنا المنطقة دي هيت الزبط وبيعلمها بدقة شديدة جدا وشوف الابرة هي داخلة بتاخد العينة من المنطقة بالظبط عشان كده هوت بقى الناس بدلا ما عدنا ناخد عينات ولو انت مفاكش حاجة والرجل يفضل البي اس سي بتاعه يعلى ونجيبه تاني ناخد العينات تالت ورابع او خامس وانا قلقان من الحكاية دي لأ تلوقتي بجيبه مرة واحدة وناخد العينات بتابع نسبة تشخيص عالية جدا عزيم يبقى احنا مش فهمنا دلوقتي البي اس سي اي ده اول خطو بعد كده الامر اي بعد كده نعمل الجهاز الازي يدمج الامر اي لولين المنطقة الالتراساوند الازي يحدد بدقة انا دخل ااخد العينات من في بالظبط ده حاجة رائعة موجود عندنا ما شاء الله ده حاجة عظيمة جدا طيب ايه الاساليب الحديثة دلوقتي في العلاق اللي حصل ده هوت في الالتراساوند والامر اي او اللي هو الارانين المغناطيسي اغير مفاهيم العلاج تماما احنا كان عندنا كل العينين ده همت كنا كلهم لازم نعملهم استلصال جازي للبرستاطة لو كان الورم لسه في البرستاطة لو كان متشر في جسمه نعمله علاج هرموني او علاج هرموني معي شاعي حسب او في يوم الراحل متأخرة او يعليك كنا لا التلوقتي بقى الموضوع غير كده نفهم ان اغرام برستاطة دي مش لازم تبقى في البرستاطة كلها دي ممكن تبقى في بقرة واحدة فعشان كده هوت ابتدنا نفكر تفكيرات مختلفة طب لو هي بقرة صغيرة لو بقرة قد الكوبية دي في القوضة دي كلها انا احرق القوضة كلها ليه او اكسر القوضة كلها ليه ما احرق الحتة دي بس فابتدأ يطلع علاجات جديدة حاجة اسمها العلاج البقري او العلاج الموضوعي ان المنطقة دي بس هي اللي اخلص عليها وهو ده هوت بيعتمد جدا على اللي احنا شوفناه في الصورة قبل كده العلاج الموضوعي والبقري ده هو الكارتون ده بيوريك انه هو بيتم بالدمج ما بين الصورتين في العيان من غير ما خالص لا افتح ولا اعمل اي حاجة خالص ده هو انا شايف البرستاطة كويس جدا ده اللي هو الجهاز الالتراساوند وهو داخل عن طريق الشرق بيشوف البرستاطة بيقوله بالضبط ياخد العينات منين او اسف بيقوله اعالج اني حتة بالضبط معتمد على العينات قبل كده في اللي عليها السهم اللي هوتلي في الحتة اللي مين دي اللي هو اللي زر وهو داخل في الحتة المعينة دي بالضبط عشان يخلص عليها طبعا دي العلاج في قضة العمليات المريض لا فيه فتح ولا اي حاجة خالص الجهاز احنا ده حددنا مكان البقرة بالضبط هتلاقي فيه كده اللي هو الجهاز بتاع الالتراساوند اللي بيعمل الدمج على ايدك الشمال ودي عبارة عن نوع الاجهزة وهي دخل على الورن بالذات اللي تخلص عليه وتحرقه تماما او تفنيه تماما دي الصور اللي حم نشوفها بعد ما حصل الدمج ما بين الالتراساوند والفيوجن او الامر آية او الورنين المغناطيسي ودي الاماكن اللي انا بعالج فيها بالضبط يعني هي دي الحتة اللي هشتغل فيها ودي الحتة اللي حط فيها الليزر بتاعي او ريديو فريكنسي او الحاجة اللي انا بستخدمها عشان اخلص على الحتة دي بالضبط ما بوصل برصتاتها كلها ما عيرتش عيان لعملية كبيرة جدا طالما ان العيان عنده بقرة واحدة فالبقرة ده هيت بقى اقدر ان انا خلص عليها زي ما شايف القضة العمليات رغم ان هي عمليات بسيطة جدا العيان بيخرج في نفس اليوم يوميا بالليل بيبقى عاد في بيته ولكن التجهيزات بتاعتها مفتفعة جدا التجهيزات ده هيت عشان اقدر اوصل للبقرة دي وما غلطش وسيب بقرة تانية او ما غلطش ان انا عالك حتة مختلفة خالص ده العلاج الزكي ده علاج هو اسمه علاج البقري لكن جاي من بقرة لكن انا شايفه ان هو زي الاصدق عليه تعال علاج الزكي ده زكي جدا بيدخل على المكان اللي فيه الورا بزبط كثيره هو بياخد البقرة دي بالزبط يعني زي ما احنا شايفين هنا هو تلوقتي هللاقيه هو تدمج الصورتين بعدين دخله بالمكان حط الليزر بالزبط في المكان اللي هيشتغل فيه اللي هو معلمه من الاول عشان يخلص عليه خلص وابتدأ يبقى فيه درسات كثيرة جدا وتوري ان دي نسبة الشفاء من المرض مقابل جدا للإستصال الجزري للبرستاطا طالما ان الورم لسه ورم فيه بقرة واحدة او بقرتين مثلا او على الاقل مثلا مش مواخذ اكتر من نص فص من البرستاطا فقدر اشيل نص الفص بكله فالصراحة سهلت جدا على المريض سهلت جدا على الطبيب في العلاج بالمقارنة المريض دهوات بيعمل الهواء العملية ديت بيخرج بالليل في نفس تاني يوم ينزل شغله عادي خلص لكن كان دايما يجي لنا السؤال في مخينة طب افرد الورم رجعتين افرد بعد شوية كتشكت بغرتين اعيد العلاج تاني اعيد نفس السيكونس من الاول ابتدي باردك بالرنين المغناطيسي ادمجه مع الالترا ساوند اخذ العينات اتأكد لها واروح عامل للعلاج دهوات فبقى ممكن المريض يعيد العلاج ده مرتين ثلاثة في حياته طالما انه هو للصابورة واحدة هذا السويب العلاج ده رائع جدا بس يعني هيستفيد جدا منه المريض الذي يستمع لنا اللي يتعلم الثقافة دي وطبع على نفسه مسألة تبدأ عند المريض بما انه الاعراض ما فيش لازم هو يتحرك في الاول اللي يعمل البي سي البي سي صح كده صحيح يعني دي اهم بقى ده الكيك اوف بتاع الحركة ده اللي احنا خلاص هنلعب رمية البداية ان انا ادور على البي صح؟ صحيح نبتدينا في اخر خمس سنين نقسم اورم البروستاطة امور البروستاطة ديك مش كلها مهمة زي ما احنا اتفعل ان فيه عينين بتعيش وتموت من اسباب اخرى وهو عنده ورم في البروستاطة ولا يعرف عنه حاجة ده حقيقة اغلب الناس كده لدرجة ان كان فيه دراسة قديمة لقيت ان حوالي خمسين في المية من الناس اللي عدوا سنة ثمانين سنة عندهم اورم خبيثة في البروستاطة ده فيه دراسة راحت لابعد من كده كمان ان اللي هيعيش اكتر من كده يعني الصبت باورم البروستاطة ممكن تصل لستين سبعين في المية طب الله ما بحصله مش حاجة ليه معنى كده ان اغلب اورم البروستاطة ما هيش اورم مهمة كنا زمان كلمة مهمة اعتش الناس في حماية ايه كلمة هذا الورم رغم الورم خميس مش مهمة مش مهمة لانه هو مش هامله اي حاجة وعادة ان الانسان ده هيعيش حياته عادي خالص هتوفر ولا هينتشر ولا اي حاجة هيبضل في مكانه كده ولا هم نعرفش عنه حاجة لما احنا كان عندنا في الثمانيات والتسعينات نوع من انواع الفورة ان احنا في اكتشاف اورم البروستاطة بقينا بنعمل كمية عمليات مهولة جدا من استصالة الجازة للبروستاطة واكتشفنا بعد شوية الله تمام تقفل العين ده عنده ورم الهوم اللي مش هعمله حاجة مابتدناش نفهم طبيعة الاورم دي لا في اخر ممكن عشرة سنين انها مش كل اورم برستاطة زي بعضية في اورم منها غير مهمة فاسبها كده وصاحبه ولا حتى عمل لها العلاج البقري في اورم خلينا نقول بقى ايه يعني ابتدت تتشاء شوية فمنسميها low risk او قليلة الخطورة دي اللي عمل لها العلاج البقري اللي احنا قلنا عليه في اورم بقى بايت medium risk او اللي هي متوسطة الخطورة متوسطة الخطورة دي كلها مش مش حاجات نحن كل دكتور اللي رأي لا ده هو في جداول الجداول دي خط المريض في عديمة الخطورة قليلة الخطورة متوسطة الخطورة شديدة الخطورة متوسطة الخطورة دي بقى لا دي بقى دي بقى احنا ندخل فيها في الاستصال الجزي للبروستاطة او 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 ا الأورامة هي شديدة الخطورة دي قليلة قليلة جدا فمعنى كده إن أغلب المرضى هيتعالجوا يا إما ولا حاجة مش هنعمل أي حاجة خالص يا إما العلاج البؤري اللي احنا شفناه ده هو يا إما الاستصال الجزء للبرستاطا استصال الجزء للبرستاطا ده هو التطور جدا بقى الموضوع سهل جدا تلوقتي بقى بنعمله تلوقتي بمناظر البر ما بقاش بقى نحن نفتح بطن العيان ونعمله عاملية ضخمة جدا ويعود المريض في المستشفى أسبوع عشر ديام لا بقينا نعمل مناظر البطن ومناظر البطن تتطورت جدا في آخر خمس عشر سنين فخلت العملية أسهل وأسهل مناظر البطن قفزت بهذه العملية إلى منطقة آمنة جدا كمان طوحيح يعني ده استكمال الحلقة سابقة عن مناظر البطن يعني الجزء ده برضو مهم قوي لأنه هيورينا عظمة مناظر البطن في تعامل مع الاستصال الجزري جزري يعني كله صحيح مناظر البطن حصلت فيها طفرة كبيرة جدا يعني الطفرة دي ما حصلتش فيهم وليلة مناظر البطن زي ما نشايفين نحن نفتحش بطن العين خالص نحن كل الموضوع من أعمل فتحات صغيرة جدا حوالي نص سنتي 3-4-5 فتحات كل واحد نص سنتي ومندخل عشان نشوف الأجهزة اللي جوا ومنعمل نفس العملية بتاعة الفتح الجراحي بس من غير ما نفتح خالص ودي طبعا لها تأثيرات إيجابية جدا زي ما نشوفين في الصورة داية وزي ما شرحنا في حلقة مناظر البطن إن ما نفتحش بطن العين عدم فتح بطن العين دي ليها تأثير إيجابي كويس جدا إن بطن العين ما نتعررش لهواء الغرفة للعمليات ما نتعررش المايكروبات ما بيحصلش فتح جراحي بيخلينا كمان الريكوفري بتاع العين سريع جدا في نفس اليوم يوم يتحرك الابتشفاء سريع جدا جدا يقعد يوم يومين في المستشفى ويقعد ما حدش فيه الجرح الكبير لا ما بقاش في الجروح داية خلاص دا جرح اوبد دا جرح كبير لكن أصبح الجرح حاجة تانية خلاص صغيرة جدا ما بقاش موجود الجروح الكبيرة مناظر البطن زي ما احنا قلنا قبل كده تطورت جدا بقت فيه مناظر ثلاثية الابعاد بقى فيها الألات الروبوتية بقى فيها يعني دي مثلا جروح مناظر البطن دا كانت تكون غير مرئية مش بس كده هوت كمان عدم تعرض بطن العين لجو غرفة العمليات دا بيخلي المريض يعني يتحسن بسرعة كبيرة جدا كمان التكبير بتاع مناظر البطن دا بيخلي فيه دقة كبيرة جدا جدا في ان احنا نعمل عملية دا الفيديو دا هوت بيوري كده هوت احنا ازاي بنعمل العملية بتاعت السجد البطن اول خطوة فيها ان احنا بنشيل الغدل اللينفوية نشيل الغدل اللينفوية دي حاجة مفروض انها صعبة لأ هنا سهلة جدا ها شايفين تكبير ضخم جدا تكبير عشرة كمستاشر مرة بنشيل كل الغدل اللينفوية دهيت بسهولة جدا من غير ما يحصل حاجة وبعد كده بدخل على البطن ازاي من شايف تكبير ضخم جي كان يقعد في بطن بعيان من جوه مفيش مفيش فيها انها مثلا انا دي حاجة مش شايفة او حاجة بعملها عميانية او حاجة زي كده هوت النزيف فيها يكاد يكون منعدمة او فقدان الدم قليل جدا رغم ان المنطقة ده هي منطقة عميقة جدا في القود ومن المناطق اللي هي صعب الوصول لها ومن المناطق اللي هي بيبقى فيها بيحدث فيها كثيرا جدا نزيف في العمليات التقليدية زي من شايفين احنا منشلش برساطة بس ده البرساطة بالحواصلات المنوية بالاحبال المنوية من غير ما منكون شايفين ده اللي ورانا المستقيم بنشيل الامور بنشيل الكلام ده بسهولة جدا بنحافظ على الاعصاب بتاعت الانتصاب ده كل ده بسهولة جدا انه كان يعتقد انه استقصال البرساطة الكامل هيؤدي الى عجز جنسي صحيح دلوقتي بقينا بنقدر نحافظ على الاعصاب بتاعتها طالما انها مش واصل لها الوراء بعد ما بنستقصال البرساطة لازم بقى هنوصل المسانة بمجرى البول هنا التكبير الكبير جدا الالات اللي هي الروبوتية ده هي تخلت الموضوع ده هوتي بسهل جدا في عميله مش بس كده دي خلت كمان انه المضاعفات اللي بتحصل من الحتة ده هي زي الضيق اللي ممكن يحصل زي انه يبقى فيه بول كتير يطلع ده توصيل مجرى البول ده يصل مجرى البول شلنا بقى خلاص البرساطة فلازم نوصل بقى المسانة بمجرى البول عشان كأنه تيوب واحدة كأنه انبوبة واحدة متصلة لانه خلاص احنا شلنا البرساطة بالمحتوى اللي فيه فهي دي تقع البرساطة يمر منها مجرى البول فشلنا جزء من الانبوبة فنوصل بقيت الانبوبة ببعض عشان يستمر التباول يعود الانسان للتباول بعدها دي تباول طبيعي من يومين لثلاثة اسابيع لان كل بني ادم مختلف جدا جدا عالتاني في التئام فممكن بعد يومين اشيل الاسطرة ومريض تباول خالص وممكن لا يتأخر الموضوع لمدة ثلاثة اسابيع او طبعا بيعيش عادي بالاسطرة اه 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 لا بيخرج المستشفى بعدها بتاعتها 4 ايام في بعض احيان يومين يعيش حياته غالص عادي خالص في بعض الناس بالاسطرة ديت من تحت هدومهم مش بينها يروح الشغل بتاعه يعيش حياته العادية خالص من غير اي مشاكل خالص طبعا الضغط وهو المرتفع في بطن اللي هنتاجنشغل في غاز فالضغط المرتفع دويوت كمان يخلي فقدان دم اقل واقل كمان لان يتغط على الاوعيات داموية يتغط على الاوعيات داموية فميخداش يحصل اي نزيف الموضوع دهول ده بالنسبه للناس اللي هما اللي عندهم الاورام موجودة داخل برصاتها ما خرجتش مينها في بعض الناس بيكون الاكتشاف الأورام بهيات متأخر شوية على كده طب هل ده معنى كده أن الأمور بيت سيئة؟ لا خالص احنا عندنا علاجات حديثة ممتازة جدا حتى لو الورا منتشر بره لبورصات عندنا علاجات سهلة زي العلاج الهرموني عندنا علاج إشعاعي لو إن الموضوع متطور شوية هنعمل علاج إشعاعي وهرموني في بعض الأحيان حتى لو علاج إشعاعي وهرموني منفعش عندنا علاج كيميائي بس العلاج كيميائي هنا في أورام بورصاتها أعراضه جانبية أقل كتير جدا من العلاجات الكيميائية الأخرى في الجسم فمعنى كده أن مهما كان المرحلة اللي تم اكتشاف فيها ورموني بورصاتها عندنا أمل وعندنا الحمد لله تطور كبير جدا يوم عن يوم بيخلي أن فيه دايما أمل في شفاق هذا المريض بإذن الله عشان نجمل للرجال اللي أكيد بتفرجوا النهاردة هذه الحالة ملاقش علاقة بالستات البرورصاتة لا توجد في الست فالرجال اللي بتفرجوا علينا أو زوجاتهم دلوقتي اللي هو بتفرجوا عشان نجمل لهم النصائح الأساسية حتى يفهموا الطريق الجايدلاينز الطريق واضح محطاته بينا إزاي من أول بي سي إيه لغاية أنه ممكن جدا يكون في علاج هرموني المحطات هي إجمالا بعد الملخص اللي احنا قلنا هو إحنا أول نصيحة لازم نقولها للرجال بعد سننا خمسين سنة جزء من المتابعة اللي بتعملها سنويا أو التشاكب اللي بتعملها كل سنة اللي هو البي سي بتاعك رغم إحنا في وقت من الوقت كنا نقول لهم ما تعملوش كده هو لا تلوقتي رجعنا تهيني لأنه بقينا نعرف نصالنا في الناس بعد ما نعمل البي سي بإذن الله دايما يطلق أواطي لو طلع أكثر من المعدل الطبيعي هنمتدي نفكر في الـ MRI لو بعد ما الـ MRI لو الـ MRI قال لنا إن في حاجة تقلينا يبقى هنعمل اللي هو الدمج ما بين الـ MRI وناخد عينات لا قدر الله طرعت إيجابية لو ورم في بقرة نقدر نخلص عليه بالليزر لو ورم أكبر من بقرة يعني واخد جزء كبير من البرستاطا نقدر نعمله الاستقصال الجذري بمغزير البر لو الورم متشع عن كده هنفكر في علاج هرموني يمكن معاه علاج إشاعي لو ده منفعش من فقر في علاج كيميائي الحقيقة شرف كبير لنا زيارتك شرف كبير لنا فعلا وشرف كبير للاعلام كله إنه يخرج صوتك كرائد قدير وأستاذ كبير في عالم المسالك إلى الشعب العربي كله لأن إحنا رواد في المسالك في المنطقة العربية يعني مصر أعتقد إنه في برانش المسالك أي حد بعيد عن المنفسة معنا صح 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 بلا أدنى يعني غرور بس المسالك لا يعني فيه برانشات كده محدش يقرب منها في إحنا في المنطقة الشرق بل في العالم لأنه عدد الحالات على فكرة الموجودة في مصر عدد كبير جدا في العالم فلما نقول إن الجراحين المسالك المصريين من أقور الجراحين في العالم دي مش مجاملة ولا الدعاء ده العالم كله عارفه إحنا عدد الشغل بتاعنا ما شاء الله كتير وده ده الجراحين المصريين يعني قوة شديدة للغاية وكمان عائلة المسالك عائلة تعليمية يعني بيحبوا من أول بقى يعني الرواد الكبار مرورا لغاية وجود طبعا حضرتك أحد الرواد بس يعني أسماء رنانة حتى نسمعها إحنا في عالم الضطن فأنا متشكل جدا لنزيارة ضيف العزيزة ده السيد دكتور حسن الشاكر أستاذ جراحات المسالك البولية بكل الطب جماعة عين شامس والزميل جماعة تورينتو مكلبي كانت عضو جماعة جراحات المسالك البولية الأمريكية والأوروبية والمؤسس المستشفى الشاكر طبعا المستشفى الشهير كان ضيفي فيه الدكتور خليكم دايما مع الدكتور أهلا بكم وإحنا في 2018 و19 و20 تكون رنشة بتتقدم جدا في عالم كراحات المخولة وعصاب ومع ذلك لغاية دلوقتي يا جماعة فيه ناس لسه بتهرج وبتعمل علاجات يعني أولا طبعا النصب والدجل درجات درجات فيه ناس عندها مثلا نزلق وضروفي أول درجة من درجات النصب إنه واحد مش مؤهل إنه يعمل هذه العملية بشكل جيد أو مش عنده التولز الجيدة معندوش الجراحة الملاحية معندوش المناظير الجيدة معندوش التقدمية الموجودة في أجهزة الليزر ويبدأ يعملها بطريقة رف وبطريقة وحشة وبطريقة مش كويسة أنا فرأيي فرأيي الطبي هذه درجة من درجات النصب طبعا نصب إيه ما هو بيعملها أقولك بس ما تقدمش ياخد مش نقول ناصب درجة من درجات التأثير عشان بس ما نقولش ده ناصب لونه ما تقدمش ما تطورش مع العلم هذه واحد التاني حد يقولك أنا هعمل لك حاجة بدون جراحة بدون تخدير بدون ألم بدون حاجة بدون نتيجة هو ممكن يكون راجل بتاع علاج طبيعي مثلا دكتور وكل حاجة هنقول دكتور يعني الاحترامي طبعا لكل العلاج الطبيعي ده برضو حاجة غلط مش صح ما هو فيه حالات بتحتاج فيه بقى درجة فيه ناس تانية بقى فيه درجات تانية زي ده بس عبينه وش دينه ده ده عبينه وديله فعلا يعني ده ده عيان على فكر اللي جوة يعني اللي هم ربطينه جوة ده اقسم بالله أنا عدا تفكر ده ايه طلع عيان طلع انسان يعني اللي جوة ده بنى آدم وده بنى آدم ربطينه بقى العالم يا جماعة بيخترع روبوت يعمل عملية طبعا تحت الشرف طبي روبوت يعني يعني انسان آلي بيعمل عملية وهنا لازم نهتم بدا نهتم بإنساني اللي بنعمل عملية مش إنساني اللي نقعد نكلمه لا إنساني اللي بيعمل عملية وده لازم نهتم بيه بصراحة يعني وتكنولوجيا وليزر وأنا لسه في حاجات زي كده دي عمش عندنا عشان تعرفوا النصب الموجود في كل حي وده ده نصب طرق ده اشتغالة يعني تعال نفهم الكلام النهارده التفصيلي مع ضيف العزيز الحقيقة جراح من التراز الأول واسمه عالمي كبير بنفخر جدا بوجوده معنى يعني بإضافة هائلة للثقافة الخاصة بجراحات العمود الفقر وأعتقد أنه واحد من رواد هذه الثقافة لأنه حمل على عتقه توضيح قيمة الجراح المصري وسط هذا الزخم الكبير والمخولات الكثيرة عبر سنوات طويلة نستطيع أن نقول أن الجراح المصري في جراحة المخوى العصاب ينتمي إلى الفئة العالمية ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة لسه الدكتور يوسري العلميلي الانتشار الإصابات ومشاكل العمود الفقر في السن الصغير ودي مشكلة كانت الأول ما بنعملش عمليات إنزلاق غضروفي إلا بعد 35-40 سنة القلم اللي حني قلم بتاعه دي ولا قلم حاجة تانية في علامات مميزة لحدوث الإنزلاق الغضروفي لا تخطف الفارق بين الجراحة الماكروسكوبية والجراحة المخوى اللي 2 تونس ما تستخصرش في نفسك إنك تتعامل مع حد هو في المستوى المطلوب الأستاذ الدكتور يوسري الحميلي أستاذ جراحات المخوى الأعصاب والعمود الفقري كلية طب قصر العيني جماعة القاهرة عضو الجامعية الأوروبية لجراح المخوى الأعصاب مدير مستشفى نيورو سباين ضيف العزيز وأستاذ الأستاذ 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 دكتور يوسري الحميلي أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك يا دكتور الحقيقة وإحنا بنتكلم يعني قبل مندخل في التكنولوجيا الحديثة التي أحدثت طفرة في عالم العمود الفقري أنا قسمت النصب درجات إيه رؤيتك للنصب أو التقصير في عالم التعامل مع الانزلاغ غضروفي الحقيقة يعني خليني بس أقول جزئية في الفيديو اللي كان معروض الفيديو ده فيه نصباية كبيرة جدا المريضة اللي بحطوطة جوه الكيس أو جوه الملاية اللي بيلفوها بيها دي متنية بالطريقة لا تتماشى مع أي مريض عنده انزلاغ غضروفي أتحدى إن كانت هذه المريضة هي مريضة انزلاغ غضروفي لأن المريض لو عنده انزلاغ غضروفي وبيعمل الحركة التانية دي بالشكل ده يبقى ده مستحيل التشخيص يبقى صحيح مؤكد فيه خطأ في التشخيص ما يقدرش المريض اللي عنده انزلاغ غضروفي أنه يبقى عنده هذه المرونة بهذا الشكل يبقى احنا بتستخدم موديل أو شخص واحدة بتلعب رياضة أو بتلعب يمكن كمان بليه بشكل كويس جدا وبتحطها ده بس تعليق مع الفيديو النصب درجات طبعا النصب أسليب بس هو أنا دايما ما بعتبش على النصاب أنا بعتب على الإنسان اللي بتقوده دماغه لحد النصاب ودايما يقول وراء كل نصاب طماع كبيش يعني انت بتبقى هنا بقى ما فيش عذر انت خايف من العملية مرعوب من العملية مستكتر تدفع فلوس في العملية مستكتر على صحتك تستقطع وقت من وقتك انك تقضيه في أجازة عشان تعالج نفسك صح والدنيا واخدك ومشغول في مئة حاجة ومتصور انك انت لما هتروح لواحد يعمل حركة من الحركات بتاعته سواء بعصايا أو بكي أو بحلق أو 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 انه ده هيحل المشكلة اللي العلماء قالوا حلولها واحد اتنين ثلاثة هنا بقى النصاب بيصطد ازاي بياخد كله يعني اللي عنده تقلص في العضلات اللي عنده مجرد شد في العضلات بتاعت الضهر اللي عنده غضروف صغير هيتعالج علاج تام لو نمع السرير وريح لمدة اسبوع عشر تياب كله دول بيحطهم عنده ويعمل شو باللي بيجيب نتيجة وعادة اللي بيجيب نتيجة ده اللي ما كانش عنده مشكلة حقيقية لو شخصنا بالأشعة أو 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 تابو اللي عنده مشكلة حقيقية وراح ويقولك ده أنا خفيت خفيت لان انت عندنا مراحل كتير جدا للانزلاق الغضروفي في 80% من حالات الانزلاق الغضروفي تخفى في العلاج التحفظي والمسكنات والراحة لكن تعال بقى شوف الكوارث اللي احنا بنشوفها كل يوم عشان احنا اللي العيان بيلجأ لنا بعد ما يحصل له المشاكل مع الدجالين اللي بيجي مشلول اللي بيجي عنده عدم تحكم في البول اللي بيجي عنده سقوط في القدم اللي بيجي متشال في ملاية بسبب انه كان بيمشي على رجله وراح للدجال ده وعمل حاجة مش طبعية حايز اقول يا جماعة العلم عشان يعتمد اي وسيلة علاجية او جراحية الكلام ده بيخضع لابحاث بمراحل سبعة عشان نعمل الكلام ده ونوصله للاستهلاك للمريض لابد انه يخضع لتجارب وابحاث علمية فبالتالي حرم عليكم صحتكم في وسط هذا التأخر الكبير في كل حتة في العالم في حتة كتيرة في العالم في التعامل مع مشاكل العمود الفقري في رأيي يعني برضو ما زالت يعني التعامل الفقري العالم برضو في درجات يعني غير الامراض التانية هو مظلوم العمود الفقري الجراحة الملاحية قفصة قفصة كبيرة جدا ولذلك نقف قدام الجراحة الملاحية عشان نشرحها ايه هي الجراحة الملاحية؟ هي الجراحة الملاحية ببساطة شديدة كأننا احنا قاعدين في طيارة عشان الطيارة دي تطير من بلد إلى بلد وتقطع الرحلة في وقت معين ومسافة معينة وتتعامل مع كل المتغيرات بيجي وقت على الطيارة أنها تبقى في وسط الجو ومفيش أي تضاريس مش شايف أي حاجة تحته غير سحاب أبيض أو مش شايف حتى بالليل مين اللي هيقول للطيار ده إنت رايح فين وجايب مين والطقس والحرارة والارتفاع والسحب والمطبط الهوائية في حد اسمه ملاح جنبه ومن هنا أطلق الاسم على الجراح الملاحية إنها بما ثابت الملاح اللي بيرشد الجراح إلى كل نقطة في أثناء العملية الجراحية فبقت العملية الجراحية النهاردة ما هيش عملية افتح ومشرط وممرضة ودكتور تخدير لا العملية بقت سيناريو خطة موضوعة موضوعة بشكل جيد زي خطة الحرب هنعمل كذا لو حصل كذا هنعمل كذا لو حصل كذا هنعمل كذا خطة دي مرسومة محطوطة على الكمبيوتر في حد مضرب تدريب عالي جدا عليها بينفزها وهو الجراح أو المايستر اللي في قطة العمليات وبيعمل اللي هو حطه في الخطة والبلان والتالي ببقاش عندنا بقى إن احنا كنا داخلين نعمل وملاقينا وملاقيناش والحاجات اللي بنسمعها كثيرا أصلا كان نداخلين نشيل الغضروف اتشال الغضروف تاني أصلا شداخلين نشيل الغضروف اتشالت فقرة الكلام دا نعادش موجود أنا عندي بلان محطوط بدخل أعمل واحد اتنين تلاتة دا بينعاكس على إيه بقى؟ على وقت العملية على اللياقة البدنية للمريض بعد العملية على أداء المريض احنا هنا هون الفيديو بيجيب لنا الجراحة الملاحية واللي احنا شايفينه دا تصوير بالجراحة الملاحية لكل خطوة في العملية ومعنا كمان في العملية حاجات بنقيس بيها سرعة التوصيل في الأعصاب وبنقيس بيها بعد وقرب المكان اللي بنشتغل فيه عن الحمل الشوكي أكيوريت أكيوريت الدقة في التاركتينج يعني أنا رايح لهذا دا فيه صح بالظبط عقيس المسافات كلها صح بالظبط زي بالظبط كده اللي بيستخدم من دقيقية عادية واللي بيستخدم من دقيقية بالمنزار زي اللي بيستخدم العربية اللي فيها نافيجيتور اللي بتعرفنا والعربية اللي ما فيهاش نافيجيتور المريض نايم دي تولز بتاعته كلها بقى دي بقى التولز بيستخدم بقى انفرارد الالكتروماجنتيك ويفز كل الموجات الأشعة دي هي اللي بنا بناقدر نستخدمها علشان نعرف احنا فين ومشيين ازاي ودي القلة الجراحية بتاعتنا بتظهر لنا على شاشة الشاشة دي بندمج معها صورة المريض الاشاعة بتاعت المريض بندمج معها شكل الورم لو بنتعامل مع ورم شكل الغدروف لو بنتعامل مع غدروف اللي احنا شايفينه بالأحمر ده مش فتحة ده 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 مسمى الفتحة دي مش العملية مش الفتحة دي المنطقة اللي انا هتعامل معها بس الجلد مش متشال عشان برضو الناس بتعتقد ان دي الفتحة التأويرة دي كلها فتحة دي مش فتحة دي المنطقة الحمرة اللي انا هدخل منها الى الغدروف او هدخل منها اشير ورم او هدخل اثبت الفقرات ودي العلامات دي هي التضاريس اللي بنعتمد عليها في حساب المسافة والزمن وبنعتمد عليها في القياس مدى دقة الالة اللي دخلها عندنا وحنا دخلين نعمل ايه وبالتالي الجراحة هنا بقت جراحة محسوبة النتائج محسوبة ومحسومة النتائج وبالتالي مش بنعمل عملية وخلاص عايز اتكلم على الجراحة الملاحية ودورها فيه واحد من الغدروف الهامة جدا وهو الغدروف العنقي ناس لازم تفهم ان الغدروف العنقي خطير جدا لانه وراء الحبل الشوكي على طول غدروف العنقي في منطقة حساسة ومنطقة مخيفة جدا اصاباته ساعات تكون حدا لانه كتير كسر الرقبة في السواقة الحاجات دي كلها هنا الجراحة الملاحية هيبقى دورها كبير هي طبعا دورها كبير واكبر فايدة استفدناها من التكنولوجي ان احنا دمجنا الجراحة الملاحية دي في جراحات العمود الفقري ولما دمجناها في جراحات العمود الفقري قدتنا دقة عالية جدا في التعامل مع غضاريف العمود الفقري كلها ومنها الغدروف العنقي وبقينا بقى بندخل في وقت قياسي نشيل الغدروف بالكامل ونحط ما يسمى بالغدروف الصناعي او نشيل فقرة فيها وراء بالكامل ونحط ما كان فقرة صناعية او نشيل انزلاق غضاريفي ضغط على الحبل الشوكي دون ان نلمس الحبل الشوكي احنا بنسحب الغدروف ده قطعة قطعة من فوق الحبل الشوكي هنا بقى احنا معرضناش الحبل الشوكي لانه هو اي حاجة تضغط عليه او تلمسه بالعكس انا كل ما بشيل قطعة انا بخفف الضغط عن الحبل الشوكي العصبي والنهاردة لما هحط الغدروف الصناعي بركب الغدروف الصناعي بتاعي في المكان بتاعه وبالظبط بيبقى جايبالي أبعاد الفقرات أقدر أعرف مقاساتي قدية أقدر أعرف العيان بتاعي ده هيطلع يتحرك إزاي هيطلع من العمليات بعد العمليات مباشرة لا أحتاج ألبير سرقبة ولا أحتاج أقول له ممنوع توطي ولا الكلام ده كله العام بيطلع من العملية عملية الانزراق الغدروفي أيا كان نوعها أيا كان حجم الضغط على الحبل الشوك العصبي أيا كانت العدد الغدري في اللي بنعملها بنقدر بنعمل الكلام ده في وقت قياسي والمريض ما بيطلعش حتى الجرح يبقى حاجة بسيطة جدا ما بقاش فيه غرز بيقدر يخرج من العملية يوقف على رجل ويتحرك ينشي يقعد يرجع لعمله بشكل طبيعي تماما حلنا مشكلة كبيرة جدا بعملية عبقرية وزكية جدا جدا الغدروفي العنخي إحنا بنهمله في مصر كتير جدا من أكثر الحاجات اللي بتزعلني إن أنا أشوف مرضى الغدروفي العنقي على شقين شق جاي لك بدري قوي وما بقاش عايز يعمل العمليات لما يستنى لما تحصل مضاعفات خطيرة جدا وده مفهوم خاطئ الناس بقعدت بيه سنين وشق يجي لك بعد ما خربت مال ومستني بقى سقف توقعات الناس بصراحة برضو بقى يعني يعني مش طبيعي يعني هو أنت استنيت على نفسك لحد ما حصل شل الرباعي ودمور في العضلات وعدم تحكم في البول ومستني إن أنا أعمل لك العملية وهتقوم تمشي بعد العملية وتتحرك بعد ما أنت كنت قاعد على كورسي بالك سنين ومستكتر إنك تعمل علاقة طبيعية أو تمالين أو أو هو ده الكلام هنا ده غضروف عنقي ده غضروف قطني قطني ده قطني وده ضغط على العصب بتاع رجل الشمال والسهم ده بيبين لنا مدى الضغط وحجم الغضروف الأسود اللي بازز ده وهنا بقى إحنا هنستخدم بقى الجراحة الملاحية وهنستخدم الدمج بقى ما بين كل وسائل التكنولوجي ده المايكروسكوب وبنحط بقى حاجتنا كلها المريض بيدخل قطة العملية يلاقي عدة زوايا يعني من المشكلة بتاعته قطلت بحثا يعني هنا الأشعة بتصور لنا ده منظر الأشعة في شاشة تانية الجراحة الملاحية بتورينا إحنا وصلنا لأديه في شاشة تالتة من قياس العصب بيقول لنا إحنا وصلنا لأديه أو دخلنا لأديه الفتحة بتاعتنا حجمها لأديه لو قارننا ده بالفتحات التقليدية أو بالجراحة التقليدية لا ده أنت بتعمل إيه ده أنت بتدخل من حاجة صغيرة جدا 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 تعمل عملية كبيرة قوي قوي وهيساعدك بقى كل الحاجات دي اللي أنت بتستخدمها كل هذي الوسائل المحيطة بيك هتبدأ بقى بنبدأ نوسع الفتحة بتاعتنا بشكل دقيق جدا لكن هي في النهاية خالص من حاجة الأعصاب عندنا الجراحة الملاحية اللي هي اللي إحنا شايفينها دي دي القالة دي بتاعت الجراحة الملاحية شو بقى بيانت لنا المنظر إزاي دي الأشعة وهندمج بقى صورة الأشعة والغضروف وهيبلينا ده كله على الشاشة وهيبلينا تحت مننا المنظر ده مكبر بشكل كبير جدا أنا فين هشيل من الغضروف ده قد إيه شكل الغضروف حجمه ضغطه على الأعصاب العصب متأثر قد إيه الحبل الشوكي تلمس ولا ما تلمس الأغشية بتاعت العصب نفسها متأكلة هصل فيها بمور ولا لأ وهبدأ أشيل جزء 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 حاجة بحاجة إن أنا بفتت أهو ده لما الغضروف بيبقى متكلس بفتت وأسحب أشطط وطلع قطعة قطعة هخرج بقى الغضروف المنفجر هيبلي شكله أبيض دي صورة المنظر طبعا دي صورة المنظر مفسو طبعا هنا المنظر بيكبر الصورة بيكبر وبيديني إضاءة في نقاط كثيرة جدا المفروض إنها داخل العملية مهما استخدمت من إضاءة مش هتبلي إنما بالمنظر هي عبقرية المنظر في إنه هو بيضيء كل حاجة والـ HD وطبعا كعدسة العدسة بتاعة طبعا وهي دي برضو من الحاجات اللي بتكلفنا كتير جدا إن إحنا كل وقت والتاني بنستبدل الأجهزة بتاعتنا بأجهزة تانية عامل زي لما أنت جيتا بتستخدم الموبايلات شوف شوف الغضروف بيطلع لك بقى إزاي ده الغضروف أهو بنسلكه من العصب نفسه الغضروف كان ضغط على العصب والعصب لازق في الغضروف هنبدأ بقى نشيل بقى الغضروف اللي طالع الأبيض ده بنحمل عصب هنا وهنبدأ بقى نستخرج هذا الغضروف جزءا فجزء أهو ده إحنا هنا إحنا هنا أهم حاجة برضو فيه دقة الجراحة الملحية إن إحنا رحيين للغضروف المصاب وليس للعصب بعيدين على العصب بعيدين عن أي ستراكش بتاني غير الغضروف شوف أنت هنا حجم الغضروف قد إيه؟ الغضروف نفسه مطالع حجمه قد إيه؟ كم؟ كبير جدا آه مفجر آه بص فارش فارش يا جبار العصب اللي إحنا شايفينه كبير قوي ده 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 مين لمترات حاجة زي الفتح ده متكبر جدا متكبر جدا الآلات الصغنانة دي عاملة زي الإبرة يعني الآلة اللي إنت شايفها حجمها كبير دي حجمها في الطبيعي زي الإبرة يعني لو هي بتتعقم لو النيرس مخدتش بالها الإبرة دي ممكن تتنى أو تتنى فهجي ألات دقيقة جدا طبعا بنحتاج نغيرها كل شوية ترجع كل حاجة زي ما كانت رجعنا كل حاجة ما فيش عضم بقى متشار إحنا العبطرية هنا شوفت بقى حجم الفتحة دي هنا العبطرية سنتي شوية إن إحنا بحافظ على كفاءة العمود الفقري زي ما ربنا خلقه ما شلتش حاجة ربنا عاملها عشان تدخل تجيب الغضروف ما شلتش حاجة كانت في طريقك لإن أنت التكنولوجي إداك المساحة وإداك المجال إنك تخش من حاجة صغيرة قوي تستكشف وتجيب كل حاجة طيب أنا عندي قضية مهمة قوي عايز أشوف رأي حضرتك فيها ناس عندها تخوف من الغضروف الصناعية تقول له أنا هراكب لك غضروف الصناعية دقيقة جدا وقلق الناس هنا من قلق طبيعي فطري من الأشياء الصناعية عموما وأسئلة كلاسيكية اللي هو إيه هو الجسم هيتقبلها والله هيرفضها طب هتبوز ولا مش هتبوز أسنتصدي في جسمي الكلام اللي هو إيه أسئلة قد تبتوا سازجة لكن منتشرة الحقيقة في الجزئية دي بالذات تحديدا فيه جزئتين لازم نعترف وإحنا أطباء أن فيه عدم أمانة من بعض الأطباء اللي ما بيعرفش يركب الغضروف الصناعي والعمره شافه والعنده لتولز والأجهزة والمعدات وبالمناسبة دي على فكرة عشان تركب غضروف صناعي أو تشتغل بالجراحة الملاحية مستشفيات معدودة على الأصابع والموضوع مكلف جدا جدا عشان تعمل الكلام ده وتصل إلى حد الكفاءة فيه الأرقام معدودة على الأصابع وبالتالي كثيرا من الذين لن يستطيعوا ولا يعرفوا كأطباء أنه يستخدم الوسيلة دي بيدي سمعة سيئة عن هذه الوسائل لمجرد أنه يبعد العين عنها يخوفوا منها كأنها البعب بالضبط ده اللي بيحصل وبالتالي الناس بتبقى معذورة والجهل بينتشر أسرع من العلم للأساب عندنا أصل ده قال ده قال لكن النهاردة تعال أبص لتجربة حقيقية هات مريض عمل عملية الجدروف الصناعي ويشوف نتائجه إيه وتكلم معاه وأعرف هتجد أن الفرق كبير جدا ما بين الوسائل التقليدية وما بين اللي احنا بنعمله ده وبنستخدمه وما بين هذه التقنية العالية جدا اللي بتبقى هي الوسيلة الأساسية في الدول المتقدمة إيبقى الدول المقهوف احنا كده بنرجع المسافة ما بين الفقرات لوضعها الطبيعي وعملنا بنعمل حجرة أو مكان اللي بنشيله ده على فكرة مش العظم الطبيعي ده عظم متكون نتيجة الخشونة دي زوائض عظمية بالتالي لازم نشيلها واللي بنشيل به ده حاجة اسمها مايكرو دريل دي حاجات غالية جدا وبتتغير وبتكلف وبالتالي هنجي هنحط الغدروف الصناعي اهو شوف بنعمل ايه عشان نشيل الزوائض العظمية وبعدين هنخط الغدروف الصناعي هنا هتتمتع الفقرة اللي احنا حطينا فيها هذا الغدروف الصناعي بكامل الحركة بتاعتها اللي كانت بتعملها قبل ما تصاب بالانزلاق الغدروف ده يعني ده اللي هيدي العيان شوف الفقرة تتحرك كويس جدا وعلى فكرة ده تحمله اعلى بكسير جدا من الغدروف الطبيعي وبالتالي المريض ده لو شل تقيل مش ده الله هيبوز الغدروف الطبيعي ممكن يبوز وده ما يبوز عمره الافترادي فوق المية وعشرين سنة فانت بتتكلم في حاجات مدروسة ونظرة صحة العالمية عشان تدي اه او استخدام للحاجات دي في تجارب كتيرة جدا وبالتالي اللي ما يعرفش الكلام ده ما يتكلمش عنه اللي يتكلم عنه هم اصحابه اللي بيعملوه كل يوم اللي بيستخدموه على المرضى بتاعهم والدليل على هذا ان دي الوسيلة بتاعة نخبط النخب في الدول المتقدمة يعني البروفيسور الكبار في الدول المتقدمة زي امريكا والمانيا بيعملوا العمليات دي مش اي حد اللي بيعمل العمليات المنظار والميكروسكوب والجراحة العادية عشان الناس بتتلخبط متى يمكن ان نقول انه ملاش منظار ونعمل جراحة عادية ولا ده مش وارد؟ بالنسبة لي انا في حالات كتير جدا مش وارد ليه؟ لان المنظر ان ما نفعنيش وعملتي به العملية من الكامل انا باستخدمه جوه العملية في خطوة من خطوات العملية مين اللي بيقول ان العملية ما تتعملش بالمنظر تعمل بالجراحة العادية في اغلب الاحوال لما ما بيكونش عنده المنظر او غير مضرب على استخدام المنظر لكن انا عندي في قطة العمليات الميكروسكوب والمنظر هعمل طبعا لكن فيها عمليات ما تنفعش ان انا اعملها بالمنظر وبس لا 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 ده اننا لازم اعمل فتحة في عيان مصاب بورم هحتاج المنظر كخطوة مش كل العمليات بابل المنظر ده هنا برضو ان انا ازاي بركب الغدروف الصناعي اللي بيركم في الفقرات العنقية وبيحافظ لنا على السبات وعلى الحركة الطبيعية للفقرات العنقية والكلام ده جاء نتيجة بحث وجهود مضنية وتدريب عالي جدا ودايما بقول يا جماعة ما تسيبوش حد يضحك عليكم اللي بيعمل الجراحات العالية دي اللي محتاجة دقة محتاجة تكلفة محتاجة امكانات هو الجراح محترم جدا بيهتم بمريضه بيخاف على نتائجه وعلى شغله بيتعامل مع الضمير الانساني من زاوية راقية جدا 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 ولذلك التقصير التقصير في عالم او في التعامل مع مشاكل العمود الفقري بيكون من اكتر من ناحية المريض الذي يتأخر فيه انه يروح يعمل بحس ليه او يدور على حلول لمشكلته او يتأخر فين وييجي يشوف حلول لمشكلته المريض اللي يدور على حلول وهمية بعد ما شرحناه وشرح التفصيلي التفقيفي للحلول الواقعية وايضا ليه اللي ممكن يلجأ الى انه يستغل حاجة المريض فنبص لقى الغدروف بيتعالج بمش عارف بلا جراحة بلا ألم بلا جراحة بلا ألم بلا بتاع طبعه في الاخر بلا نتيجة ده حقيقة يعني ده حقيقة ودايما بقول النصاب وراء طماع اداله الفرصة احنا نطمع في النتائج الكويسة نطمع في الشفاء بإذن الله تعالى بس بمجهود وبعمل وليست فهلوة وشغل هميوني وشغل ناس بتتسلق على المهنة الجميلة دي بشكل بداية كمان برضو من الحاجات اللي هي اللي واحد بيشوفها ان انت لما تبقى بتتعامل مع جراح محترم جدا وشيك جدا وراقي جدا وتسيبه وتروح لحد تاني وانت عارف في قرارة نفسك انه لا واجه للمقارنة انت ليه بتعمل كده ولا تبقى بتتعامل مع أسادزة في الطب وتروح لواحد دجال اللي انت بتعمله ده وعلى فكرة اللي بيعمل ده مش ناس جهلة للأسف بيبقى ناس عندهم قدر من الثقافة والعلم اللي اتزعلك انه دول بيعملوا كده الحقيقة انا كمان جالي سؤال على الفيسبوك جميل قوي بس مش نالوقت جاري فمش نلحق ناخده لكن هقولولك بسرعة حد بيشتكي انه بنته بخمسة بتدائي وبتشيل كتب كتير قوي انا معرفش ليه في المدارس بتاعتنا بيشايلوا الولاد كتب كتير جدا جدا ده خطر جدا على العمود الحقيقة بدأنا ممزوعة اه ابني بخمسة دايما بنتي عندها ظهرة الحقيقة برضو من الحاجات الجميلة اللي بدأت عندنا ان بخمومة التعليم بدأت تغيط وفي خطوات جدا عشان اللي بيقولوا برضو بيادعوا ان البلد ما بتعملش بلد بتعمل حاجات جميلة جدا بس نشتغل بقى يا جماعة كلنا كلنا نشتغل كله والولاد ما يشيلوش كتب كتير نشتغل ونساعد بعض قصد دي بلدنا احنا لازم نساعد بعض ولازم كلنا يبقى قدينا بتشيل الشيلة دي كلنا مع بعض مش بس احنا عاديين على النقد وانا ما بحبش في الفيسبوك النقد اللازع اللي الناس بتستخدمه وتأكد تماما اللي عاديين بينتقدوا دول عاديين ما بيشتغلوش انا واحد بيشتغل عندي صفحات على الفيسبوك عندي على التويتر انا ما دخلش اللي ارد على عيان اكتب تقرير العيان اشوف اشعة عيان ارد على مريض عمري ما دخلت في الكلام بتاع ربنا ربنا كان مبدعا في حواره عن واحدة من المواضيع وكالعادة الثقافة لا تشمل فقط الذكر والسبد للمعلومات الطبية بشكل مباشر ولكن الثقافة تشمل ايضا اخراج الثوابت القديمة التي ربما تضر المريض وتضر المنظومة الطبية وايضا توضيح كيف في عالم الطب او في عالم الامراض يوجد ما يسمى بالدخلاء يوجد ما يسمى بالنصبون يوجد ما يسمى بالواهمون ارجوكم لا تعطوا لها لأ فرصة فهولاء اكثر من يضر المنظومة الطبية ضيف العزيز نورت نشارك شكرا خليكم دايما مع دكتور خلينا نقول انه فيه اربع حاجات غير معتادة او غير متوقعة تقصر على السنان وتقصر على او من خلال الاسنان ممكن تقصر على الصحة العامة تخيلوا ايه؟ اهدوا معايا اول حاجة شرب المياه الغازية الدايت عملوا دراسات كتيرة جدا وجدوا ان المياه الغازية الدايت من اخطر الاشياء اللي بتسبب لخلاقة السنان وضعفها والتأثير عليها اللي بيؤدي في النهاية الى فقد السنان دي واحدة حاجة تانية انه الغطس لفترات طويلة وبطريقة غير احترافية يمكن ان يؤثر ايضا ويسبب تلف الاسنان لانه مع الغطس بيؤدي الغطس اساسا كل غطسة وهو عامل انقباط في الفكين بشكل او بشكل زايد عن اللزوم بيزود الضغط على الفكين فمع الغطسين المحترفين اللي بيختصوا الفترات طويلة وفي عماق عنيفة بيزيد الضغط على الفكين اكتر واكتر وبالتالي السنان تتأثر كثيرا طبعا اللي بيحب الغطس هيداق قوي من الكلام حاجة تانية كمان انه فرشات السنان فرشات السنان ممكن جدا تكون مصدر خطير جدا للعدوى والمشاكل في اللاس وتنقل فيروسات تنقل فيلوانزا تنقل فيروسات اخطر من الفلوانزا بقى بكتير زي الفيروسات التهاب الكابدي الوبائي فعشان كده لازم كل واحد يكون له فرشات السنانه لوحده وما تكونش محطوطة كده في نفس البوكت بتاع كل فرشات الأسنان التانين يعني يا سلام كل واحد له نفس فرشة السنان بتاعته وكل واحد منقل لون اللي منقل مش عارف ايه وكلهم حطانها في كباية واحدة فكلهم لسين فبعض يا سلام طب انت كده الفيروس لو جي على واحدة منهم عادي نقل لهم التاني عادي جدا يعني فالحاجة الاخيرة بقى اللي بتأثر على السنانه دي حاجة غريبة جدا انه لقوا ان الرضاع الفترات طويلة يؤدي الى مشكلة خاصة بتسوس الأسنان الرضاع الاكتر من سنتين يخلي الطفل عرضة اكتر واكبر للاصابة بتسوس الأسنان أربع حاجات مش متوقعين ناس كثير ما تعرفهم شي لكن الأربعة موجودين والأربعة مؤثرين جدا جدا هزور لكم حاجة خامسة بقى حاجة خامسة في منتهى الخطورة من ضمن الحاجات المخيفة اللي الناس بتعملها كتير قوي انهم بيستخدموا الخلة والخلة دي خطرة جدا الخلة اللي هي الخشبة او حتة الخشب طبعا فيها انواع كتيرة دلوقتي منها ويعودوا يعملوا بيها حفر او يستخدموها في الفرقات بين سنانهم دي من أكتر الأسباب لتسبب فراغات في الأسنان وتزيد من مشاكل اللسة بشكل أكيد وقد تكون بقى مصدر عدوى رهيب لأنه في ناس بتعمل بالخلة وبتحط الخلة في جابها بيناس وحشة قوي 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 يعني قوي إيه دا؟ إيه اللي أنا أقول فيها؟ تعالوا نبدأ نهار دا حوالنا مع ضيف العزيز الخيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في هذا المجان وبيعجبني جدا أسلوبه حكاياته حكاء رأى جدا ليه يوميات طبيب أسنان يوميات مهمة جدا في عالم انقلبت فيه الثقافة من مجرد أن أنا بروح في الامرجنسي بس في الضوارئ في الألم إلى أننا أروح لغير الألم كمان أنا ببحث عن ابتسام أنا ببحث على أنه أنا فاهم كويس جدا على أنه الأسنان بتكمل جمال وجهي فأنا ببحث عن بقية الأجزاء اللي في وشي اللي محتاجها تجميل اللي هي مهمة جدا اللي اسمها الأسنان أول فعمل تعالوا نشوف النهار دا حوار مسير مع ضيف العزيز واحد من نجوم هذا المجال لأستاذ دكتور كريم مكاد أنا لازم نروح لدكتور الأسنان عشان أعرف إيه مشاكل الزراعة لو قد تمت بسلام يعني خلاص أنا كده ولا فيه مخاطر منتظراني المريض بياكل وهو مش حاسس إنه هو خايف يأكل حاجة ناشفة عشان خاطر الزراعية لأ طالما تحرك دا طول ما هو موجود هو بيزود تآكل العظم دايماً بنقول إن من حق أي حد إنه هو يأكل لحد آخر ينفع عمره بأسنانه السفة ويستطعم الأكل اللي هو بياكله لازم تبقى عارف إن المكان دا هيعملك الحاجة اللي شكلها طبيعي حد الدكتور كريم مكادي استشاري تجميل الأسنان وجراحة الوجه والفكين عضو كلية الجراحين الملكية بنجلترا عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان ضيف العزيز الأسنان دكتور كريم مكادي أهلا بك أهلا بعد ذلك دكتور عجبك الغطس أنت غطاس أساساً أنا غطاس أساساً وقت شهادات معايا شهادتين غطس والمفروض بعد ذلك هبقى ماستر غطس يعني كمان أنا الناس من أعز أصدقائي غطسين يعني غطسين بارعين يعني أنا مفتاخي طبعاً أستاذني الأسنان دكتور جمال السامي ده أستاذني وده من أهم جراحين القلب في العالم ده غطس محترق فعلاً بس الغطس ده يعني أكتر حاجة بتغسل الدماغ على الآخر أي نيجاتيفيدي أي حاجة أنت بتشوف عالم تاني بتشوف دونيا تانية بتشوف كائنات مختلفة ألوان بيخليك تطلع بني قدم تاني فالعالم ده أي دكتور أي حد بيشتغل مهنة فيها سترس عالي بيبقى حلو جداً أنه هو بيبقى بيمارس رياضة زي دي بالنسبة للغطس مع الأسنان أنا عجبني جداً حضرتك يعني يعني فكرة إن الأسنان تعافي من العمر ما غطست بحياتي؟ لا ده لازم أنا كبيري حمام السباحة بغطس لما يعني بغلط يعني ده أنا حتى ساعات بنزل حمام السباحة واحرص على إنه ما تدلش يعني شعر نفسه ما تجيش عليه مية أو الله يعني زيني وقف حمام السباح يعني تعرف أنا العوم يعني مش حريف بس الغطس مش لازم يبقى سباح عالي على فكرة ده تعالى الغطس مش لازم يبقى سباح جامد لأنه معظم الحاجات هي بيعتمد على البست بتاعه وعلى معادلات الضغط بره وجوه جسمه هي فمش لازم يبقى سباح جامد قوي على قد ما يكون فاهم فكرة الضغط وتأثيرها على جسمه فممكن يأثر على السنان طبعا جدا بشكل جامد جدا وخصوصا لو هو مش فاهم فكرة الضغط على جسمه وما بيعملش الستابس اللي مفروض يعملها الناس اللي بتقتص أعماق عالية اللي بيختاروا الـ 27 متر لازم وهو طالع تاني بيبدأ يعمل ستابس عشان يبدأ يعمل ريليس طبس يعني بيطلع على عمق أقل يعني ما يبقاش في العمق بتاعه ويطلع على عمق أقل قبل ما يطلع بره المية لازم يوقف شوية خمس دقائق وليها حزبة معينة عشان خاطر يبدأ الضغط يخف واحدة واحدة من جسمه لأن تحت بيبقى كل حاجة مضغوطة كل الأوايا الدموية كل حاجة مضغوطة لأنه ما عندنا سؤال في الحتة دي اللي هو سؤال لو طلعت مرة واحدة كالغطس الهازر بقف ضيبك فيه ناس بتموت فيه ناس بتنفجر الرئة نفس الكلام ده ما هي فكرة أوعية دموية وإحنا عندنا أوعية دموية جوه أعصاب السنة نفسها بالحيطة اللي فيها الأعصاب والأوايا الدموية بتاعتها فإحنا لما بنيطلع فجأة كل الكلام ده تغيير الضغط بيبوز الأوايا الدموية تاعتها تاني حاجة الماوس فيس بيبقى الناس اللي هي مش محترفة قوي المجدودة وهي ناس اللي تختص يبقى عاضد أو جازز قوي على الماوس فيس بتاعته اللي هي بتاعت الأكسوجين بتاعته فطبعا كل ده بيبوز عضلات الفك والمفصل بتاعه فلازم اللي بينزل يختص يمرن نفسه إن هو ما يقصرش على الفك بتاعه والأسنان بتاعه ويعمل الستابس المزبوطة ولازم يبقى نازل مع محترف معي إيه أبرز المشاكل اللي انت دلوقتي بتشوفها في يومياتك إحنا دلوقتي هزا السيزون أنا عامله يوميات تحكيلي بقى الأسبوع اللي فات ده إيه اللي غرى فيه عندك في ذلك؟ قبل ما نحكي لحضرتك القصص دي برضو موضوع اللي حضرتك قلت عليه موضوع خلة السنين ده من الكوارث اللي بتهدد السنين ليه؟ وخصوصا إن هو دلوقتي اللي أنا بقيت أستغربه الناس حتى ما بتحطش خلة سنين بيبدأ يطبق ورقة أو دبوس أو حاجة أو كارنيه أو كارنيه ده موضوع منتشر جداً فالفكرة إن كل ده بيعمل أبريجين في السنة بيكسر في الصعطح السنة دي حاجة تانية حاجة بيعمل سبيسنج ما بين السنة والتانية فده كله بيخلي الأكل لما بينزل بعد كده بينزل زي السكينة يقطع في اللاسة وبالتالي بيخلي العظم يتآكل في الحتة دي وبالتالي تبدأ الأسنان مع الوقت تتلخلخ فإحنا أعداء خلة الأسنان وأي حاجة بنسلكها كيف فرشة سنان جميلة جداً ولو مو اضطرين الدنت الفلوس ده حل كويس جداً ماشي بس لكن أي حاجة بندخلها عشان نسلك ده موضوع وحش جداً يرتب عليه كل المشاكل بعد كده يعني أنا بداية ما بخسلش سنين تبدأ الأكل يتحشر بين السنين يبدأ يتعفل يعمل لي بكتيريا البكتيريا دي تبدأ تأكل في اللاسة ولعب من الحاجين السنة تعمل لي أحماض تقول لي في سطح السنة اللي إحنا بعد كده بنسميها التساوس اللي هي ممكن بعد كده توصل للعصب والكلام ده كله ده إهمال الإهمال إن أنا مروحش للدكتور أعمل الكشف الدوري بتاعي ماشي يعني عشان خاطر ألحق أي حاجة من أولها أنا لو بروح للدكتور كل 3-4 شهور لو التساوس في أول وخالص الدكتور هيعمله مش هابه في أي مشاكل ما سيبوش لحد ما يوصل للعصب وبعد كده يدرب العصب وبعد كده أخد أنتي بيوتكس وأخد مساكينات وبعد كده أسيبه برضو فالخراج يقلب لخراج حاجة اسمها خراج مزمن واللي بعد كده بيتطور للأكياس الدهنية اللي بتاكل في العظم بعد كده وبوضل الدنيا ده ده اللي بيحصل لما السنة تفقد بالزبط كده هو السنة تفقد بقى بيحصل إيه هو أساسا سبحان الله الأسنان بتاعتنا كلها في حركة بس هي متثبتة في مكانها كل واحدة سندل لجنبها وسندل لقصادها مجرد ما بنخلع سنة بتبدأ العظم بتاعها بيكش مكان السنة نفسها زي ما احنا شايفين هنا هو وتبدأ الأسنان تتحرك في اللي سبيس اللي هي زي ما احنا شايفين بالزبط كده تتحرك الخبيث ليه 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 أسنان بتحرك هي أسنان في حركة بس هما سندين بعض فاحنا شلنا الإكوليبريون بتاعهم أو السبات بتاعهم ودأ العظم كله بيحاول يعوض المنطقة دي جاذبية بنت لازمين بالزبط كده هو على فكرة القصة دي احنا بنستفيد منها في معالجة بعض حالات مشاكل المفصل ساعات الناس اللي هي بيبقى عندهم تقطاقة في المفصل الفك تقطاقة دي بتبقى نتيجة ان الاربطة بتاعة الغضروف نفسه بدأ حصل فيها التهاب وارتخت فبدأ بيبدأ الغضروف يتحرك مع فتحة البق وقفله مشكلة ان ده بيعمل تحميل مش مظبوط على الغضروف نفسه اللي بعد كده بيقطع فاحنا بنعمل حاجة اسمها بايت ريزينج رافع عضة رافع العضة ده بنستفيد من الميكانيزم ده ان احنا بنبوز السبات بس بطريقة مدروسة بيتحط على الدروس الورانية بنبوز السبات بس بطريقة مدروسة بالزبط لأ في عمالي بالرحة بقى حاشرح لحدك مش احنا قلنا كل سننا سندل اللي قصادها وسندل الجنبها طيب يعني احنا لو عملنا سبيس ما بين السنتين وبعد اللي قصاد بعض ايه اللي هيحصل السنان هتطول طب انا عايز اخف الحمل على المفصل واخليه اديله فرصة ان هو يرجع مكانه الطبيعي ويحصل له عملية الشفاء الطبيعية اعمل ايه ارفع العبدة بمقدار من 2.5 إلى 3.5 ملي وبعملها ازاي؟ بحط حاجة بترفق على الاسنان الخلفية وبتعمل لي السبيس اللي انا بقولها لحضرتك دي قدامي فتبدأ الاسنان تطول بمقدار من ملي لملي ونص فوق وتحت ده بيترجم عندي في المفصل لريليس للفورس اللي معمولة على الكارتلج فمع الوقت خفف الضغط اللي حاصل على الغضروف خلفي بالزبط كده فمع الوقت اللي بيحصل الغضروف ده بيثبت في مكانه وتبدأ الاربطة الالتهاب اللي فيها يروح وتبدأ تتشد ويروح مشكلة التقطقة وما نبقاش معرضين ان الغضروف بعد كده يتقطع ونخش في عملية لتصليح الغضروف والكلام ده كله ولا الفك يعلق ولا الكلام ده كله دي 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 من الحاجات اللي هي التقنيات الحديثة جدا احنا بنحاول نحافظ على مفصل الفك ونتفادى اي جراحة ليه لان دي الحاجة بتاعت ربنا بفيش مفصل بيرجع تاني زي ما ربنا خلقه واللي يقول كده انا مش موافع عالكلام ده الحاجة بتاعت ربنا هي الاساس ده طيب فيه ناس بتفقد سنانها بالكامل دي بقى مشكلة مثلا مريض سكر كتقدم في السن لسبب مش بفهم اهمل جدا زي ما انت قلت الراجل اللي بيبقى عنده او ست دي بيبقى عنده حالة يأس وساعد بيأسن في سنة مبكرة يعني طيب انا شفت السنة المبكرة دي شفت في سنة اربعين سنة وسبعة وتلاتين سنة ما عندهمش ولا سنة بيبقى ايه اللي حصل وكمان ما عندهمش سكر ولا اي امراض عضوه بيبقى ايه اللي حصل اساسا هو اهمل راح لدكتور بتاع حشوه خلع فالدكتور خلع له السنة اللي بتوجعه واحدة ورد تانية واحدة ورد تانية واحدة ورد تانية خلع الاسنان كلها وبدأوا يعملوا الاطقم المتحركة اللي هي طبعا زي ما احنا عارفين وقلنا قبل كده ان هي بتبدأ تخلي العضم اساسا يتآكل غير فكرة اساسا ان العضم اسنة حافظ على حجبه ده بسبب الاسنان اللي جوه فانا شلت السنة وحطت له حاجة قعدة بتعمل على العضم بشكل معين فالعضم عمالية اكل فتجيلي مثلا عندي واحدة لسه جايلة اسبوع الفات عندها 40 سنة وخلع بقالها سنتين تلاتة كل اسنانها وماشى الطقم المتحرك وعضمها قليل للزراعة طب هل دي يعني اهو طبعا حرام اللي حصل فيها وحرام اللي نصحها بالكلام ده كله بس هل هي مش من حقها انها ترجع باسنانها تانية كاملة؟ لا طبعا من حقها وخصوصا كمان هل مش من حقها انها تدوء الاكل بالطريقة اللي احنا بنستطعم بها الاكل ما احنا عندنا الاطقم المتحركة دي بتغطي السنسرز بتاعت الاكل احنا عندنا زي ما احنا هنا شايفين ده يسري ده ده يسري اه يسري ده مش كبير برضو ده حاجة واربعين سنة فقد اسنانه العلوية كلها وبدأنا نزرع له عضم مع الزراعات بتاعته وبعد كده حملنا له اسنانه زي ما احنا شايفين فوق هنا يسري كان من ضمن التحديات بتاعته ان هو اللي راح في كذا حتة قالوله انت العضم اللي تحت الجيب الانفي قليل جدي مش هنقدر نعملك العملية دي فطبعا يسري طبعا كان عنده حالة يأس لحد ما جالنا الحمد لله بدأنا رفعنا له الجيب الانفي بنرفعه دلوقتي كلوز مش بنحتاج نعمل جراحة كبيرة عشان نرفع الجيب الانفي بنرفعه من المكان اللي بنحط فيه الزراعية وبنحط عضم وبنحط الزراعية بتاعتنا وبيقدر الزراعية تبقى عندها ثبات عالي جدا ويقدر يزرع في المنطقة بتاع تجيب الانفي اللي نفسها هو ليه ناس ممكن تفقد عظم الفك؟ عشان الأسنان ما بقيتش موجودة فيها دي نقطة لا فاهمي الحتة دي أكتر يعني الحتة دي بالنسبة لكم حتة مسلمة يعني ممكن الناس وهي بتتفرج علينا دلوقتي يفهموها إنه هو يفهم إنه نحن نفقد عظم فكنا لأنه نفقد أسناننا هذا شيء بديخي جدا مسلم بيه لكن أنا عايز أقرب أكتر من السنة ويفكوا علاقتهم ببعض نبدأ طب هقول الله حضر لك على حاجة نقولها بالبلد الأول بعد كده نتكلم عليها مظبوط واحد في جيبه حاطة مفاتيح بشال المفاتيح ده إيه اللي هيحصل؟ الجيب هيرخي هيرخي نفس الفكرة دي وليه بتحصل؟ بيبدأ العظم الفراغات اللي فيه وصولها مفاك العلوي تبدأ تتكبس على بعضيها هيبدأ حجم العظم نفسه يقل واحدة واحدة يبدأ لو إحنا مركبين عليها تركيبة متحركة يبدأ يعمل إحنا عارفين طبعا إن العظم بيشتغل باتنين ميكانيزم حاجة اسمها elig hobbies, obrig spécial, typ characteristic asledge and then العكس بعض والتنين من خصائص العظم اللي هو عامل البناء والهدم فهي العظم نفسه؟ اللي اتنين عنده، ماشي؟ الميكانيزم اللي إحنا بيجبر بيه مسلا يعني العظم مش بيزيد من بره والعظم ما بتتخن؟ لا بتبدأ تاكل نفسها من جوا عشان وشينا يكبر ده طبيعي فهي نفس القصة دي تتراكم من بره وتاكل من جوا فتبضل شكل العظمة هو هو وسمكها هو هو بس كبرة يعني الشكل تغير صح تمام يعني احنا مفيش الجمجمة ما بتكبرش كده بالزبط وإن هنلاقي بقى جمجمة كده 10 سنطر لا هي تبضل السمكة ممكن يزيد شوية بس قريب من السمك اللي بدأت بيه تقريبا أو يعني شوية يزيد سنة بسيطة بس القصة يتاكل من جوه ويزيد طبقة من بره يتاكل رأي من جوه ويزيد رأيين من بره يتاكل رأي من جوه وهكذا إن شاء الله وبقيت دكتور بقيت راجل كبير بقيت راجل حد الميكانيزم ده بقى بيشتغل بطريقة مش مظبوطة في حالة الأطقم المتحركة إن فيه مضمت موجود على الرج بتاعنا اللي هو ما فيهوش سنين بتساكل حجم العظم فبيبدأ العظم ده يكش ويتأكل عشان كده الناس بتشتكل اللي هي بتعيش بالأطقم المتحركة إن الطقم ووسع لا هو الطقم ووسع لو ووسع حاجة بسيطة بس هو العظم هو اللي كشف فأنت حسيت إن الطقم ووسع بدليل إن انت بتعمل طقم في التاني في التالت بعد كده الدكتور بيقول لك أنا مش عارف عمل لك طقم سيطة يعني المتحرك يكون إيه؟ يمسك شوية مش هيعرف ليه؟ إن العظم بيبقى كش عالقاح فكل الكلام ده إحنا بنلحقه إزاي؟ هي زرعية بتتحط مكان الخالعة اللي اتعملت ما نسيبش نفسنا للكصة دي كلها ما نسيبش المشكلة تكبر على حد ما نوصل إن إحنا محتاجين نزرع عظم متاجين نرفع الجبل نستخدم زرعات ميلة عشان خاطر ما إحنا من الأول لو الحاجة اللي إحنا فقدناها وأسلاً دلوقتي إن إحنا نفقد سنة دي ما بقيتش حاجة سهلة التكنولوجيا خلتنا لاجل الجذور والحشوات والكلام ده كله إحنا نقدر نحافظ على السنان دي أساساً ما نضطرش لخلعها ولو اضطرنا نلحقها عشان نلحق العظم بتاعها عشان ما نضطرش بعد كده إن إحنا ندور على عظم نزرعه في الحتة دي ونعمل الكلام اللي إحنا قلنا ده كله إن إحنا نبقى متيقني من إنه العظم لن يسكت على إنه زي ما يقوله خالي سنة زي ما يقوله واحد إيه خالي شغل بالزبط كده بالزبط كده هيعمل ثورة هيعمل ألأ بالزبط كده عظم كده هينهار لإنه خالي سنة عظم خالي سنة والله العظيم إذا تقول كلام دي زي التبوها التبوها عرضوكم يعني على عظم خالي سنة طيب هنشوف حالة دلوقتي برضو من الحالات يعني برضو الحالات دي تبقى جاية نفسياً محتاجة support في جامل طبعاً جداً جداً وخصوصاً إنه ما بيبقاش عنده ثقة في نفسه إنه هو يقعد يتكلم مع اللي قدامه ومش عارف يتحمل وحكي زي كده آه الحالة دي الحالة دي وبعدين بصوا برضو إنتوا ده كاي بقى إنتوا اللي عمين الحكاية دي بقى عندكم بقى مكادي سنتر إنتوا حطيني الصورتين فوق بعض علطوك لازم لازم دي لينا وللمريض لازم يبقى عارف هو كان فين وبقى فين أيه باشي بس أنا كان نفسي تشويق إيه أنا نفسي أشوف الصورة الأولانية دي فتاة وأنا يعني هتعملي فيها هتعملي فيها ودي تعمل فيها إيه وبعدين تفاجئني بجمال الصورة بصراحة جميلة جداً وإنت بصور فروم نير فيجن يعني مصوره وناتشرال يعني مصوره قوي قريب جداً ناتشرال جداً يعني أنا عجبني قوي إنها ناتشرال ناتشرال يعني طبيعي عادي أقول له حضرك على حاجة الصورة الأولانية لو حضرك لاحظت إن الجدور لسه موجودة دي نقطة أنا عايز أتكلم فيها فيه ناس بقى بتعمل إيه جتلي قريب دي نفس الحال لا دي حالة تانية دي نفس الحال دي ما إحنا شايفين فوق هو فيه جدور موجودة كان رأي المريض لما جاء وحسألناه قلنا له إنت ليه سيب الجدور دي؟ قالك أنا سمعت إن إحنا لازم نسيب السنة في مكان عشان تحافظ على حجم العظم طيب كويس جد؟ لا مش كويس خالص ليه بقى؟ لأن السنان دي كلها العصب بتاعها تعفن وعمل بكتيريا تحتيها البكتيريا دي عملت تحضر على العظم اللي اشتغل بفكرة الأستيوكلاستيك أكتيفتي اللي إحنا قلناها في الأول فأكل نفسه وعمل قوضة القوضة دي فيها صديد يبدأ الجسم يبعد حاجة اسمها إبسيليل سيلز عشان يوقف يعمل كنترول للعظم اللي بيتاكل ده اللي لما بتكتمل إبسيليل سيلز دي بطانة القوضة دي ده بنسميه إيه؟ أبسيس لا، السيست هنا بقى السيست ماشي ما السيست اللي هو كيس الدخني الكيس دخني اللي هو بيتطور بعد كده ما ممكن يقلب أبسيس ما هو أبسيس ده في الأول أكيوت في كرونيك في سيست في السيست ده بقى بيبدأ يتطور من إمفكتد يوصل آخر حاجة فيه لحاجة اسمها كيراتوسيست كيراتوسيست ده بيتسمى كده عندنا سيست لايك تيومر يعني يعمل معاملة الأورامة ليه أوصل لكل ده عشان سيبت إلنا؟ هياكل في العظم بعد كده ويكبر ليه بيتسمى كده بقاه؟ عشان بيكبر بحاجة اسمها فينجر لايك روجكشنز بيكبر بشكل صوابع دخلة في العظم فمهما بيتشيل بيتبقى منه جزء عشان كده لازم بيتشيل بسيفتي مورجنز عشان كده لازم يعامل معاملة طب انا كل ده عشان انا سيفتي مورجنز تشيل بسيفتي مورجنز يعني معلش احنا اقول انجليس نهارده نهارده اقول انجليس مورجنز كلمة وارم حاجة سيستاهي هتشيل كأنها وارم فيتشيل حقاليها هي مثلا ولياكم الوقت ده 3 في 3 لما انا جاء اتشيلها بقى هشيل بمساحة 5 في 5 مظبوط كده يعني ازود كمان اتنين استقصل استقصل بقى كمان في النسيج الطبيعي السليم عشان اقامل نفسي لانها هي متوغلة بصابح جوه هزا نسيج وكل حتة صغيرة تعمل كيس دهني تاني تاكل في عبني تاني فلازم تشيل مظبوطة حلوة اول حالة دي يعني ليه بقى عشان احنا سبنا السنة تعمل كل ده وما وقفناش قصادها ده دي فكرة زراعة الفك بالكامل دي انا من المواضيع اللي انا بعشقها فكرة ان المريض ما بيأكلش اي حاجة ما بيدقش اي حاجة مش عايش وتقاله انت من حقك تعيش بسنانك لحد اخر يوم بعمرك ونعمل له الكلام ده ويخرج بالشكل اللي تحت ده يعني ارقى كم زرعة دول؟ دول كانوا ثمانية فوق ثمانية تحت تقريباً حالة دي بقى لها بطرس بقى ثلاثة اربعة خمسة اه ثمانية فوق ثمانية ده هي نفس الحالة زبط اه هي نفس الحالة لا ايها جداً انا اللي اعجبني قوي فكرة الناتشوراليتي وطبعاً البيت انتوا قلفتوا هنا بيت بقى لقصة تانية خالص بقى هنا ما كانش فيه اساساً بيت موجودة زبط بس احنا بنقدر بقى بنقدر ندور على شكل البيت اللي المفروض هو يكون عليها بنبدأ نخليه يعض بطريقة معينة بنقوله يرفع لسانه في سقف حلقه الورى فبيبدأ الفك طبعاً زي ما حضرحك عارف لما يكونش فيه اسنان ما بيبقاش فيه جايدنس للعضة بالنسبة للمريض نفسه مش لينا احنا بس فبيبدأ الفك يتخي وينزل لتحت يبقى هو بيعض على ضراديره بطريقة مش مزبوطة فبنخليه حط يرجع لسانه الورى قوي ويبدأ معاه احنا نعلمه العضة عشان نعرف شكل عضيته في الاخر هتبقى عاملة ازاي وبنبدأ نستخدم هنا بقى بيخش بتوع اللي هما الريموفيبال بروسيسز اللي هما الأطقم المتحركة احنا هنا بنستخدمها بالحتة دي بقى عشان نرسم العضة نقلف العضة عن طريق الناس اللي هما متخصصين في الأطقم المتحركة اللي هما دول اللي بيرسموا لنا بيحطوا الأول حاجات زي شبه اللاسة بتاعت المريض فوق وتحت ويبدأ يرسملي العضة المفروض تبقى في الحتة دي والكمبيوتر بقى بعد كده السارك بقى والسمائل ديزاين بقى يبدأوا يتدخلوا في الموضوع ده كله ويخرج الموضوع في الآخر ان هي العضة تبقى مظموطة والمريض ما يبقى شميداية ويأكل كويس جدا دايماً دلوقتي بتوجه كتير من الناس انهم يسمعوا انهم محتاجين عم دولهم ان انت محتاجين عظم الحاجات دي بالنسبة للجيل دي متخوف جداً يمكن الجيل الجديد عادي يعني لو هو اعتقد انه حط عظم اه حط ماشو عظم لما احنا اه لكن هادي جي تقول لواحد انت محتاج عظم هينهار وهينزل بقى عظم ايه لا هحطه وهجيبه مني وانا عندي عظم انا عندي هشاشة اي حد هيتكلم كده فانا اعزلني فعلا بس الناس ايه حكاية عظم هتحط عشان الكلمة دي على فترة صعبة برضو على اتناغ الناس خلينا نقسمها لسيفير كيسز وكيسز اقل من السيفير شوية في الكيسز اللي اقل من السيفير شوية بنقدر ان احنا عن طريق في عظم سناي دلوقتي بيبقى مفول كده بيقى فيها باودر ماشي دي بتتحط في العظم مع البلازما اللي احنا بنسحبها من المريض البلازما دي موضوع مهم جداً البلازما دي فيها عناصر النمو والشفاء بنحط عليها الـ PRF بتاعتها ونقفل على الكلام ده كله باللسة بتكون لنا اماكن تكون عظم جديد يعني هي بتبدأ تمسك في نفسها وتبدأ تحفز العظم في الحتة دي كلها انه بيبقى حتة واحدة هي مع العظم الاساسي بتاع المريض ده في الحاجات اللي هي اقل من السيفير شوية طب لو انا عندي مثلا حد عنده مثلا او عندي حتة جزء دفاكت كبير في العظم احنا بنعمل ايه مع الناس دي هنا بقى اللي بنضطر ان احنا ناخد عظم من جسمه سواء من الحوض او رب او حاجة زي كده بنبدأ ناخدها ونثبتها في مكانها بشرايح ومصامير اللي بعديها بكم شهر ست شهور بنبدأ نحط فيها الزراعات بتاعتنا ونقدر ان احنا نرجع له المضغة بتاعه بس دي بتبقى كيسز قليلة جدا معظم الشغل دلوقتي شغال بالعظم الصماعي اللي هو البودر اللي هو بنحطه وبعد كده نسيبه شوية وبيبقى ماسك كويس وتقدوني كويسة جدا بتاعيجو هيلة جدا يعني هايز اروح للاشعة المقطعية اشعة المقطعية المهمة جدا مش رفاهية في زراعة الاسنان انا متحمس جدا انه من كتر ما بشوف مشاكل لناس زرعة من غير اشعة مقطعية زرعوا بانوراما بس في ناس بتعمل كده لحد اللحظة بيتسعوا تمنعيجو كده بيشوف جوا ازاي الحانوراما دي 2D يعني صورة العمك بتاعها فين لكنها بالخبرة بالخبرة عن طريق ان هو بيمسك اللاس اه 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 اعرف طب ولو هيا كيراتينيزد يعني الكريتينيزاشن فيها عالي يا بقى ده في ناس اللاس بيبقى سمكها لوحدها بوصل ل3 و4 ميلة في ناس في حالات لما بنفتح بيبقى السمك بتاعها كده فإحنا بنحدد إزاي سمك العظم بالنظر كده هو استحيل الأشعة المقطعية دي هي اللي بتبين لنا هي بتعمل لنا إيه هي بتقطع لنا العظم ترنشات صغيرة وبعد كده بتخلينا ننسي كل حتة عظم لوحدها هنا دي الأشعة المقطعية وإحنا بنستخدمها عشان نحبب المكان الزرعية وبتفرحني السواء دي جدا دي من أحلى فيديوهات اللي احنا بنشوفها بتفرحني طبعا بنبدأ نقطع العظم لشرايح صغيرة ونشوف طول وسمك وعرض العظم قد إيه زي ما احنا شايفين في الصورة الفوق بنحدد بنعمل سق يعني بنسنتر أو بنخليها سنتريك يعني في النص للزرعية نفسها عشان نشوف العظم هيبقى حواليها عامل إزاي وميقولها عامل إزاي دا اللي بيسبب نجاح الزرعية إن أنا مايبقاش في عظم قليل حوالي للزرعية دلوقتي بقينا نربط بقى الكلام دا بالسرك والإسمائيل ديزاين والكلام دا بقينا نحدد أساسا يعني إحنا عندنا حتة عظم كويسة طبعا أنا هختار أنا حتة فيهم بالزبط يعني النقطة بالزبط اللي أنا هبدأ فيها بنبدأ نشوف شكلها في الآخر جماليا هيبقى إيه دا بقى دخول اللي اتنين مع بعض بنحدد عن طريقه حتة العظم مع حتة الجمال ففي الآخر بتوصل إن إنت زراعة الزرعية حطيت عليها السنة أو التربوشة أو التركيبة السابتة بتاعتها بشكل جمالي الطبيعي بتاعتها بالسنان المرصوصة اللي في الآخر محدش هيعرف إن إنت مركب أي حاجة إذا الأشياء المقطعية لن تكون لا غنى عنها لا غنى عنها الأشياء المقطعية دي بيتبين لي مكان الجيوب الأنفية بيتبين لي العصاب اللي ماشية عاملة إزاي في الفاك السوفلي اللي مش متوقفت كده هو يعني الكلام ده كله هشوفه إزاي في القمرون صعب عوي الأشياء المقطعية لو إحنا شفناها يعني هتفدنا في حالات هنشوفها دلوقتي يعني برضو هنربط بين الأشياء المقطعية وبين هذه الحالات حالة دي من أهم الحالات اللي إحنا بنتكلم فيها هنا زراعة العظم لو حضرتك بصينا فوق هنا ده علاج عصب مش مزبوط أدى إلى إيه إحنا كنا قلنا في الأول لما بيحصل بص تحته وبيتساب بيبدأ العظم يأكل نفسه العظم متآكل من فوق تماما بسبب العلاج العصب المش مزبوط طيب المريض ده جاي السنان دي كلها أو التركيبة بالسنان كل ده بيتلخلخ رايح جاي بشكل مهول طيب راح لف لا مستحيل نزرع لك إنت عندكش عظم خالص وقالوله إحنا هناخد لك حتة من الحوض عشان نركب لك إنه يركب لك الزراعات دي ده حل موجود بس أنا ليه دايما أخش الحتة الصعبة إنه أنا أفتح حتتين عشان أحط العظم من حتة لحتة لا تحت إحنا عملنا إيه؟ حطينا الزراعات بتاعيتنا بشكل معين وحطينا معاها العظم الصناي بتاعنا لو حضرك بصيت هتلاقي إن العظم فعلا بدأ يتكون الأشعة التحت دي دي بعد شهرين ونص من وضع العظم بتاعنا بعديها بشهر ونص تقريبا قدرنا نحمل وفيه صورة تانية إحنا حطينها دي بتبين لنا قبل وبعد الحالة كان شكلها عامل إزاي؟ هتظهر معينة ده أهي؟ أهي 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 يعني هو ده بعد ما إحنا حطينا العظم ده فوق يمين بعد كده ده بعد ما ركبنا روس الزراعات بتاعيتنا وتحت ده الشكل النهائي بعد ما خلصنا الأسنان بتاعيتنا الصور قد تختصر عامل مجهود ومضني جدا طبعا آه يعني الثلاثة الصور دول قصة ما إحنا لما يجي لنا حد مفيش عظم مفيش أسنان مفيش أي حاجة ده جهد كبير فيه تيم كبير بيشتغل فيه عشان نوصل للنتيجة الكبيرة عشان يرجع الراجل ده يياكل تاني ويبقى حقه إن هو يياكل تاني المبدع سيد دكتور كريم ميكيدي أضفت لنا كتير يا كريم أنا سعيد جدا بوجودك معنا سعيد جدا بإخلاصك وتفنيك وعملك الدقوب اللي بينبق عن شخصية خاصة جدا في عالم طب الأسنان أعتقد إنها حفرت مكانة كبيرة في هذا في الإليت في هذا الميكيال وأعتقد في المستقبل هتصنع الكثير خليكوا دايما مع دكتور شكرا 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 شكرا